سوبر المصري مباريات مصرية قوية تنتظرنا على الأراضي المراتية اشتركوا في القناة خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر بتنظيم مشترك ما بين مجلس أبوزابي والشركة المتحدة للرياضة وبالتعاون مع الاتحادين الإماراتي والمصري لكرة القدم زمالك والبيرامدز والأهل والسيراميكا كيليو باترا رباع كبير بيتنافس على حصد اللقب بدوافع جديدة في موسم نتمنى ممتع لهدف مختلفة الأهل لتصحيح الأمور والزمالك لمواصلة التألق والبيرامدز من أجل حصد لقبه الثاني والسيراميكا للتأكيد على أن تفوقه مش في كاسر ربطة بس كل الأمور متوفرة لمشاهدة مباريات مصرية ممتعة ويعالم ممكن كمة جديدة إن شاء الله ما بين القدم موسيقى 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 يعلن بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة النهاردة مجلس أبو ظاب الرياضي أعلن مواعيد مباريات كأس السوبر المصري يوم الحد 20 أكتوبر هتكون المباراة الأولى في نصف النهاية الزمالك والبيرامدز على استاد النهيان الساعة 4 و 5 عصرا بتوقيت القاهرة ويوم الحد نفس اليوم المباراة الثانية في نصف النهاية الأهلي وسيراميك ليباطر على استاد محمد بن زايد الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة يوم الخميس 24 أكتوبر هتبقى مباراة المركز الثالث على استاد النهيان الساعة 4 و 5 عصرا بتوقيت القاهرة ويوم الخميس ايضا 24 اكتوبر المباراة النهاية على استاد محمد بن زايد الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة ان شاء الله مباريات ممتعة مباريات كبيرة ما بين الاربع فرق مصرية بطل كاس الربطة بطل كاس السوبر بطل الدوري بطبيعة الحال وصاحب الدعوة الزاهبية نادي الزمالك مطشط حلوة جماهير هتبقى مالية المدرجات وان شاء الله نستمتع بكرة مصرية على الاراضي الاماراتية العالم كله او العالم العربي كله يكون سعيد وبيتفرج على كرتنا المصرية وفي حاجة لذيذة كده جات لي النهاردة بتلعب مباراة بين الاهلي والزمالك في السوبر الأفريقي في السعودية بتلعب السوبر المصري في الامارات قول لي كده قول لي كده مين فرق في الوطن العربي ينفع تروح في أي مكان في الوطن العربي غير بلدها يعني وتاخد الشعبية والجماهرية دي بصوا احنا استثناء في كل شيء البلد دي على بعضها كده استثناء في كل شيء في كل المجالات احنا استثناء في منطقتنا العربية احنا استثناء نفتخر بده ونفرح بفرحتهم بينا يعني أشققنا العرب برضو وهم بيستقبلونا بكل الفرحة دي احنا فرحانين انه هم فرحانين بينا بس مهم دايما ان احنا نبقى فاهمين قيمتنا نبقى عارفين ان احنا كبار اللعبة احنا كبار اللعبة اللي هي كرة القدم يعني احنا كبار نمتع الجميع بأداءنا ان شاء الله بسلوكنا ان شاء الله بإمكانياتنا ان شاء الله بحمسنا وروحنا في الملعب او في اي ملعب نبقى موجودين فيه احنا احنا مصر احنا الكرة المصرية ان شاء الله تظهر بشكل رائع جدا في كأس السوبر يوم عشرين ويوم 24 اكتوبر القادم ان شاء الله في حاجتين عايز اتكلم فيهم في حاجتين عايز اتكلم فيهم حاجة ايجابية جدا وحاجة مش ايجابية اوي وهتبع عكس الطيار خالص الاهلي منذ الهزيمة من الزمالك في كأس السوبر الافريكي يوم الجمعة الماضية وهو قفل البيبان على الاخر وعمال جوه يحل مشاكله والله انا كان ناقصني مدير كورة هات محمد رمضان مدير رياضي والله انا اللعيبة بتاعتي ما كيتش ملتزمة ورايحة وعمالة تنزل في ستوريز وحفلات وافتتاحات وحاجات كده مش شايفين لا صور ولا افتتاحات ولا حفلات ولا اي حاجة فالاهلي قفل على نفسه ليه؟ عشان يصلح البيت اللي يعني اتبهدل سيكة حتة صغيرة كده قدتلكم انا من كام يوم لقالي مش في مصيبة ولا في كرسة ولا في أزمة ولا في حكاية زي ما بعض الناس بلغت في الأمر قالي خسر مباراة صايح ببطولة صايح قدام الزمالك بس هيك هي التسعين دقيقة عندوش حكاية كبيرة يعني قبل كده نجاحات مبهرة الحاجة التانية الزمالك الزمالك من حقه يفرح فرحة كبيرة جد إدارة وجعاز فني ولاعبين وقابليهم جمهور نادي الزمالك اللي يامة تعب من أزمات ومشاكل وتغييرات وخسار في بطولات وحاجات كتباوش فالفرحة مقبولة جد ولو تفتكروا من كام يوم كان في بعض الناس يقول لك يا عمدوا بيفرحانين أوش ما يفرحوا أوش ومن حق الزمالك يفرح أوش أوش في ظروف صعبة قادر تكسب بطولة في ظروف صعبة قادر تكسب الأهل الأكثر استقرارة في ظروف صعبة بتكسب بطولة أفريقية تانية بعد الكون في الدراضية فمن حق الزمالك يفرح ولكن حاسس كده إن الفرحة مطولة طولت وإحنا لاحنا على نهاية الأسبوع طولت الكل فرحان زيادة مش مكانا بقى على الجمهور سيب الجمهور يفرح إلى مالة نهاية تكلم على الفرقة على النادي طيب هي الفرحة عيب يعني بس هل أنا طلع للوقت هنتقد أقولي ياللي فرحانين لا طبعا افرح ومن حقك تفتخر وتنبسط بس أحيانا الفرحة لما بتبقى مبالغ فيها ممكن تقل بالعكس ليه عشان جمهور الزمالك مش هيرضى بس بكاس السوبر ده عايز السوبر المصري وعايز الكونفيدرالية وعايز الدوري وعايز الكاس عايز يرجع زمالك زمالك عايز يرجع الزمالك بتاع زمان مش البطولة خد بطولة اهو واحنا كسبنا بطولة لا مش هيكل مع الزمالك او جميل الزمالك الكلام ده طيب انت ايه ده لالاتك على الكلام ده فين الفرحة المبالغة من التصريحات يعني بص لنا ولا انت اذا كان كنت منتمل الزمالك او مش منتمل الزمالك بتشجع الزمالك او مش بتشجع الزمالك لا يجرؤ الشخص انه يقول انه الزمالك مش نادي كبير واعظيم في تاريخ مصر وكارة الافرقائية تأكيد المؤكد ده حاجة غريبة ان اقول يشوية الزمالك هو اعظم نادي الزمالك هو احسن نادي الزمالك مخيف الزمالك بقى مرعب الزمالك بقى خطير حلو انه الزمالك يبقى كده بس الزمالك لسه ما بقاش كده إلحق ده كريم عايز يهبطنا مش كده خالص ده الزمالك بالقدرات اللي موجودة دي بالإمكانيات دي قادر يكسب بس عشان يبقى مرعب فعلا ومخيف جدا محتاج استقرار جدا محتاج أزمات ومشاكل خارجية وداخلية تتحل يعني الغرامات والأزمات ومرتبات اللاعبين وانك تدعم بالنواقص كل ده هيد استمرارية عظيمة النادي الزمالك وساعتها كلنا نقول الزمالك أصبح مخيف ومرعب حتى هذه اللحظة كسب بطولة قدام النادي الأهلي من مباراة واحدة ماذا عن الاستمرارية؟ ده السؤال لسه جنبه علامة استفهام فالإجابة على علامة الاستفهام دي دلوقتي غلط يعني لما تيتجاوب لا تقول الزمالك مخيف ولا تقول إن الزمالك ضعيف لسه مشوار طويل الزمالك في مرحلة الاستشفى بيصطفيق من أزمات كثيرة الضغط ده بدون قصد ممكن الإدارة تعمله على نفسها يعني تخلي الضغط ده على نفسها هي ويبتشتغل مش محتاج تعمل كده جهاز الفني يعمل كده اللعيبة تعمل كده أنت مش محتاجين أنت طالع ساهمك أغدر يعني إيه ساهمك أغدر يعني هو لسه بتطلع ما تقولش فجأة أنا بيدفوق عشان ممكن يحصل إيه طبعا العكس إن احنا التانية النادي الأهلي خسر مباراة قال لك يقفل بقى يقفل لقال لك مشاكل ولا أزمات ولا حكام ولا قصة ده كان على جب كده وقال لك يا هافل على نفسي أردت بالبيت أرجع تاني إيه مخيف عشان أقول أهلي فعليا الفترة اللي فاتت كان مخيف دي حكاية وده برضو عشان أجيب لك من اللي قلته في الأول أقول لك في الآخر ده مش معناه إن الجمهور ما يفضلش يفرح كل يوم واللي يقول لك ما تفرحش يا جمهوري الزمالك قل له ملكش دعوة أنا بفرح بفرقتي وبفرح بندية وعايز أفرح طول العمر أنا مش القصد من الكلام ده الجمهور جمهور من حقه يفرح طول الوقت طيب دي حكاية علي معلول علي معلول نهاردة كنت بتكلم مع حمزة المسلوسي رائع لعب نادي الزمالك وقال لي إن علي معلول هو أفضل محترف جيه في تاريخ الكرة المصرية ده كان رائعي أصلا من بدري محترم حمزة المسلوسي وعلي معلول فعليا بالأرقام هو أفضل محترف جيه في تاريخ كرة القضاء من المصرية والنادي الأهلي يقدر علي معلول علي معلول على غير العادة النهاردة نزل استوري على الإستجرام فسرت بأكثر من تفسير قال لك ابقى قويا فقصتك لم تنتهي بعد خليك قوي يعني الكصة بتاعتك مخلصتش طيب طب هل المكتوب ده يفصل لك حاجة؟ ما تخلقوش يفصل لك أنا هقول لك المعلومة كاملة أنا هقول لك المعلومة كاملة معلول متدايق زعلان مازال فكير لما مجاش احتفالية الدورة هو متدايق طيب معلول متدايق من إيه؟ الأهلي حتى هذه اللحظة لم يتخذ قرار واضح بشأن علي معلول يعني إيه؟ يعني لقال يتباع أو يمشي هو خلاص عقده خلص لقال يمشي ولقال يفضل كده كده الأهلي يتكفل بكل مصاريف وتفاصيل علاج علي معلول ضمواقف محترم من النادي الأهلي حتى بعد انتهاء عقد علي معلول بس اللي مدايق معلول إيه؟ إنه محدش بيرفع السماعة يكلمه محدش بيقوله إنت هنجدد معك محدش بيقوله لا إنت هتمشي محدش بيقوله طب استنى علينا شهر شهرين ونشوف هنعملين محدش بيقوله أي حاجة فده اللي مدايق علي معلول مزعله مزعله ده وسط أنباء وحبه أقوله لك يعني وهي حقيقة يعني مارسي الكولر الراجل العملي جدا اللي معندوش العاطف بتاعتنا خالص يعني قالك لا أنا هاتلي لعيب أجنبي أنا عايز مهاجم بقى أنا عايز جناح يعني خلاص علي معلول أنا معايحي أعطيته الله دلوقتي خلاص تمام يعني شكرا لعلي معلول إدارة النادي الأهلي لا رأيها مختلف تماما علي معلول بعد كل اللي إدارة النادي الأهلي من 2016 يستحق أن يستمر مع الفريق ومش لما يجي له إصابة كبيرة نقوله مع السلامة معلول متضايق أو متضايق تصوري وتوقعي وجزء منه كمان معلومات إنه الأهلي قريبا جدا هيجلس مع علي معلول وهيوصل معاه لاتفاق يرد طرفين يرد طرفين يعني إيه؟ يعني الأهلي يبقى راضي والأهم عند الأهلي دلوقتي إن علي معلول كمان يبقى راضي علي معلول مش هيمشي من النادي الأهلي بأزمة مشكلة بزعلة تأكد من دي مليون في المية مليون في المية أنا بس حبيت حكي لك الحكاية طيب محمد رمضان المدير الرياضي الجديد بالنادي الأهلي كابتن محمد رمضان قد يظهر للمرة الأولى المرة الأولى بصفته الجديدة كمدير الرياضي رفقة الكابتن ساميرا عدلي في قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا المحدد لها يوم 7 أكتوبر الجاري بالقاهرة ليكون أول ظهور رسمي لبع تنصيبه مديرا رياضيا لفريق باختصاط مدير الكرة بحسن مسؤول بن نادي الأهلي أننا محمد رمضان أيضا عنده اجتماعات مكسفة مع الجهاز الإداري خلال الساعات القادمة قبل عودة الفريق إلى التدريبات من أجل منقشة دولاب العمل خلال الفترة المجبلة كيفية ترتيب هذه الأمور الإدارية طيب كمان بحسب مصدر داخل النادي الأهلي محمد رمضان هيصبك بعثة النادي الأهلي إلى الإمارات من أجل اطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة باستقبال البعثة لخوض منافسات مباراية السوبر المحلي بحسب المصدر فإن كابتن محمد رمضان اتفق مع كابتن سميل عدلي المدير الإداري بالجهاز الفني على السفر الإمارات قبل البعثة من أجل اطمئنان على ملاعب التدريب وغيرها من الأمور التنظيمية طيب دي حكاية كابتن محمد رمضان أيضا عقد جلسة خلال الساعات القليلة الماضية مع مرس الكرة المدير الفني للفريق عبر زوم كولر بيتواجد في الخارج لقضاء أجلسته الخاصة بعد السوبر الأفريقي والجلسة شهدت منقشة بعض الأمور الخاصة بالمرحلة اللي جاية وأيضا ألية العمل داخل الفريق بعد تنصيب رمضان مديرا رياضيا بالفريق حسب معلوماتنا مرس الكولر هيعمل جلسة مع محمد رمضان أول ما يوصل إلى القارة بحضور الكابتن سامي أمسان مدرب النادي الأهلي عشان يحطوا الخطوط العريضة للمستقبل يعني بعدها هيبقى فيه جلسة ما بين كولر وكابتن محمود الخطيب والكابتن محمد رمضان في حضور لجنة التخطيط الجلسة هيبقى فيها مناقشات عديدة منها ملف الصفقات ورغبة لجنة التخطيط أنهم يعملوا الصفقات لتدائيم صفوف الفريق في الفترة حالية قبل الصيف كمان طيب هيبقى فيه مناقشات عن اللائحة وحياة كثيرة تانية كل ده معلومات تبدو عادية معلومة المؤكدة ودي الجديدة حتى هذه اللحظة حتى هذه اللحظة مرسل كولر لم يتخذ قراره بعد حول هل سيجلس محمد رمضان على دكة الفريق دكة البدراء بتاعت الفريق ولا لأ هل محمد رمضان هيبقى موجود مع الفريق في المعسكرات ولا لأ كل ده لم يحسن مدير الكولر كان دايما ملاصق للفريق في كل مكان زيما كان الكابتن السياحة الحافيز موجود بس مرسل كولر لحد اللحظة ما قالش قراره طيب هل هو قراره ولا لأ لا ده قرار مجلس إدارة النادي الأهلي ده قرار الكابتن محمود الخطيب تحديدا كابتن محمد رمضان هيجلس على مقاعد البدلاء حتى لو رفض مرسل كولر حتى لو رفض مرسل كولر بس مرسل كولر ما قالش رأيه حتى في الأمر حتى هذه اللحظة طيب خبر آخر كريمة بيس لعب النادي الأهلي زهير الأيصر النادي الأهلي قرر رغبته في الرحيل عن الفريق قبل غلق باب الانتقالات الحالية هو شايف أنه ما عندهش فرصة للمشاركة مع مرسل كولر والمارسل كولر مش مقتنع بيه هو عنده عروض من زد وسيرامية كليوباترة فطلب من النادي الأهلي الموافقة على رحيله لأحد الناديين أو الفريقين كولر كانت تفاكرين يستبعده من مبراطية جرماهية وأيضا مبراطي السوبة الأفريقي والراجل من السالة فاتت يستبعده دائما وأبدا حتى لما تصاب علي معلول فكان الخيار الأول عند مرسل كولر كريم فؤاد حتى لما تصاب كريم فؤاد فكان الخيار الثالث عمر كمال عبد الواحد فكريم الدبيس خارج تماما تماما إطار تفكير مرسل كولر دي حكاية حكاية أخرى لكنها من ناحية أو ناحية الناحية الأخرى ناحية نادي الزمالك خبر يبدو مريح يبدو مريح نهاردة أحمد فتوح مع المحامل الخاص به زاروا أسرة المتوفي في الحادث الشهير وقدموا واجب العزاء خلال الجلسة اللي جمعت بين الطرفين أسرة المتوفي تقبلت العزاء وبحسب معلوماتنا فتوح هيقدم مبلغ مالي ربما يتخطى إلى 20 مليون جنيه بجانب تكفله بأسرة المتوفي عن طريق مبلغ شهري يتم إرساله كل شهر بالنسبة كبيرة الأزمة في طريقها للحل وأهل المتوفي ربما يتنازلوا عن القضية فتوح هيدفع كفالة أخرى بسبب قصة تعطيق أو يعني قصة المخدرات ومصدر مكرم من اللاعب قال لنا إن لو الأزمة لو الأزمة انتهت لو الأزمة انتهت ففتوح ربما يكون في قائمة نادي الزمالك للسوبر المصري ربما أعرف الحكاية فتوح دي بيبقى نفسي علق كل ما أقول خبر عن القصة دي بيبقى نفسي علق بس لأن الأمور ما زالت في القضاء ما بعرفش علق بسكت تماما بقول الخبر وبس نفسي علق في وقته إن شاء الله نعلق في وقته إن شاء الله الأمور تروح لمنطقة يكون فيها الجميع راضي ببساطة يعني نروح نكمل مع نادي الزمالك وحسن مسؤول في نادي الزمالك قال لنا إنه آخر تطورات ملف التجديد التونسي سيف الجزيري اللي عقده ينتهي بنهاية الموسم اللي هيبدأ ده إنه اللاعب في مفاوضات متقدمة معاه إنه اللاعب ينتهي عقده بنهاية الموسم اللي هيبدأ ده وإزا مالك عايز يجدد لسيف الجزيري لمدة موسمين عايزين بس إنه هم يوقعوا بسرعة العقود بشكل رسمي خد بالك إحنا فضلنا ثلاث شهور بالزبط ثلاث شهور وسيف الجزيري من حقه يمدي لأي فريق ده ينطبق على سيف الجزيري ده ينطبق على حمزة المسلوسي ده ينطبق على زيزو في لعيبة كتير في الزمالك من حقه أتوقع في يناير عادي لأي فريق لإنه عقدهم ينتهي بنهاية الموسم اللي هيبدأ عشان كده على فكرة ده ملف أيضاً سقيل سقيل على ظهر مجلس إضاءة نادي الزمالك بجانب المشاكع الكثيرة والديون الكثيرة والغرامات الكثيرة تجديد لنجوم الفريق صعب يعني طيب نهاردة كان فيه تصريح لحمزة المسلوسي عظيم قوي 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 صراحة يعني من أحلى التصريحات اللي اسمعتها للعيب كرة محترف بيلعب في الدولة المصري من أجمل التصريحات هل أنت حمزة المسلوسي عندك مشاكل مالية وأزمات مالية مع نادي الزمالك هل مستحقاتك بتاخدها في الوقت المناسب ولا فجانت إجابة حمزة المسلوسي أنا الزمالك بيتي بتعامل معاه زي بيتي حتى لو عندي مشاكل مع نادي الزمالك أنا عمري مطلعها برة أنا بتعامل مع الزمالك زي ما بتعامل مع أبوي وأمي وإخواتي حتى لو معايا معاهم مشاكل عمري ما هطلعها بر ده مش كلام واحد جاي مصر جاي الدولة المصري أخذ عقد كبير وخلاص أنا لعب محترف يعني لعب مش بلعب في بلدي يعني ده واحد وكأنه مولود في الزمالك لا ده أنا أزيدك ده في لعيبة بتبقى مولودة في الزمالك وما بتعملش اللي بيعمله حمزة المسلوسة طيب صراحة يستحق الإشاءة ده دي حكا طيب النهاردة الإسماعيلي مبارح كنت قلت لكم خبر رسمي إنه كابتن شاوء غريب مديراً فنياً للنادي الإسماعيلي نهاردة كلام تغير تعارفين الكابتن حلم تران كان هو مدرب الإسماعيلي ما بقاش فيه حلم تران قلنا الكابتن شاوء غريب مدرب الإسماعيلي ما بقاش فيه شاوء غريب تمام إيه اللي حصل إيه الكواليس بقى تعال شرح لك الكواليس اللي حصل في الساعات الأخيرة اللي خلت ما فيش كابتن شاوء غريب أولا أزمة كبيرة شهادتها أرواقة النادي الإسماعيلي في الساعات الأخيرة بعد تقديم ناصر أبو الحسن رئيس النادي ومصطفى شلأ أمين السندوق استقالتهما لمجلس الإدارة خلال الاجتماع الذي يقيم خلال الساعات الماضية بعد الإعلان عن تعيين شاوء غريب مديرا فنان الفريق حيث تقدم أبو الحسن باستقالة شفهية بينما تقدم شلأ باستقالة مكتوبة الأيام الماضية شهدت تصويت أربع أعضاء من مجلس الإدارة على اختيار شاوء غريب وهم محسن عبد المسيح وشاوء عود وفرج عمران نائب رئيس النادي ومحمد جمال في حين رفض القرار ناصر أبو الحسن رئيس النادي والأعضاء مصطفى شلأ وأحمد عبد الرحمن كان هناك عضو آخر رحل عن المجلس وأحمد فهيم قبل عودته بقرار اللجنة الأولمبية حيث حضر اليوم منضم لقائمة الرافدين ليتم التساوي في الأصوات أربعة مقابل أربعة وفقا لللاقاحة يحسب صوت رئيس النادي بصوتين ومن ثم تم تعليق قرار اعتماد تعيين شاوء غريب مديرا فنيا للفريق شاوء غريب تواجد اليوم في الإسماعيلية وحضر المباراة الإسماعيلي واسموحها مواليد 2005 رفقة محمود جابر وأشرف خدرة تم استقباله بشكل لائق عكس ما تردد فيه هذا الأمر ثم تناول بعد ذلك العشاء رفقة أعضاء مجلس إدارة الإسماعيلي الوضع حليم في الإسماعيلي يشير إلى وجود استقرار على اختيار حمد إبراهيم المدرب العام في جهاز الراحل الكابتن إيقاب جلال لكهاز الفريق فنان في الفترة المقبلة مع جهازه المعاون والاعتذار لشاوء غريب حقيقة غريبة جدا بصراحة الوضع في الإسماعيلي غريب ما كدبش عليك ما كدبش عليك مع كامل احترام للجميع في الإسماعيلي يبدو وكأن رحمة الله عليه الكابتن إيهاب جلال كان لامم حاجات كتير قاوش وكان مخبع علينا كلنا حاجات كتير قاوش كان فيه مشاكل وأزمات كتير قاوش ما كناش بنحس بيها في وجود الكابتن إيقاب جلال رحمة الله عليه شوية كابتن حلم تلقون شوية كابتن شاوء غريب كابتن أشرف خضر مدير فني مؤقت مش هينفع يبقى مدير فني دائم ليه متفاهمش كل حاجة متلقبطة النهاردة بنتكلم في الكابتن حمد إبراهيم من شوية سماعة الكابتن تامر مصطفى ليه كل ده؟ ليه أصلاً ليه اختلافات دي كلها؟ بعدين انت لما بتيجي تختار مدير فني انت بتختار مدير فني تبقى لمعايير يعني ايه معايير؟ يعني انا مثلاً عايز واحد من أبناء النادي الإسماعيلي عشان يلملي البيت دلوقتي لا والله عايز واحد يكون بيشتغل مع لعابين شباب بشكل كويس فاجيب كابتن شاوء غريب لا والله انا عايز واحد يطور الفريق فاجيب كابتن تامر مصطفى والله لا انا عايز واحد يكون اشتغل مع كابتن إيهاب جلال فهجيب كابتن حمد إبراهيم ايه انت معاييرك اللي انت حطيتها كمجلس إدارة وعلى المعايير دي هتتفقوا لكن طول ما انت مش حاجة معايير انا شايف انه الاختلافات على أسماء مش معايير فانا قبي كده كابتن حلموتوران ايه المعايير كلها أسماء كبيرة ومحترمة بس ايه المعايير اللي انت بتختار بيها واضح انه مفيش معايير هي قراءة شخصية في مجلس الإدارة مع كامل الاحترام للمجلس المحترم مجلس إدارة الإسماعيل طيب معاي عبر الهاتف الآن الكابتن اشرف خضر المدير الفني المؤقت للنادي الإسماعيل يا كابتن اشرف منور كالعادة يا حبيب ربنا اخليك كريم اخبارك ايه طب من عليك الحمد لله يا حبيب زيال ايه اللي بيحصل في الإسماعيل النهاردة انت كمان كنت برفقة الكابتن شاوي غريب ايه الوضع يعني احنا كل شوية بخبر في النادي الإسماعيل امتن انت يعني قلت كل حاجة وانا بالنسبة لي رحت النادي لان طبعا انا شغال مدير فني لفتا الناشئين اه فروحت النادي كالعادة اتابدت مع كابتن شاوي وكابتن كمال عبدالواحد وكابتن محمود جابر وعادنا اتكلمت انا مع كابت شاوي على الفرق او الفترة اللي فاتت انا كنت شغال مع الفريق يعني من بداية الاعداد تمدد عشر قيام من ابن مباراة ودية فديتوا فكرة عن كل حاجة والأمور ازاي وكده وبعد كده رحنا اتطلقنا على مباراة الاسماعيلي واسموحة الفين وخمسة وبعد كده اه تبتهم وروحتنا والكابتن محمود جابر وكابتن شاوي وكابتن كمال اه ماشو ما عرفش اي حاجة عادت اسمع بقى الحاجات الحضرات بتقول عليها اه الكلام الكلام مش واضح ومش عارف انا الحقي ايه وكده اه بصراحة ما حبيتش يعني لانه كلام كتير انت عارف ساعات كتيرة كريم بتبقى الزحمة بتخليك مش عايز تعرف حاجة اه او الله لكن انت قلت حاجة مهمة وانا اعتقد ان الكل بيحب النادي الاسمعيلي لان انا قلتها قبل كده معايا في الاستيديو الموسم الاصعب هيبقى بتاريخ النادي اللي جاي علينا ده النهاردة تأكد خلق القيام لفترتين فبقت مشكلة كبيرة و يعني نتمنى ان شاء الله الامور تبقى هادية كده اه الناس بتختار المديرين الفنيين على حسب المراحل وبتحليل وبإمكانيات ومعايير حاجات كتيرة كده في تباية فأعتقد الناس اللي موجودة كلها بتحب بالنادي أي كان الاختيار طالما مدروس وطالما إن شاء الله لكن دايما عندنا مشكلة وأنا قلت لك قبل كده يا كريم الناس فيه يعني الناس يشفرد عن كل حاجة فهنا لازم الأساس اللي هو العدل والأمانة والسحليل هو ده كلام اللي انت بتقول سبب اللي انت بتعمله بيخلي الأمور كلها تبقى مستقيمة والأمور بتعادل صحية كابتن أشرف خضر المدير الفني المؤكد لنادي الإسماعيلي بشكرك شكرا جزيع لهذه المداخلة النهاردة اتحاد الكرة أعلن عن تشكيل الجهاز المعاون للبرازيلي روجيرو ميكالي مدرب منتخب الشباب موليد 2005 بعد جلسة مع مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أجراها مع ميكالي النهاردة في حضور كابتن علاء نبيل المدير الفني للاتحاد الجهاز بقى مكون من البرازيلي ريكاردو ريساندي المدرب العام علاء عبدو المدرب المساعد والبرازيلي موسيس مدرب حراس مرمى وليوناردو مدرب أحمال واجواو محلل أداء وخالد سرحان مترجم ياسر عبدالعزيز يبقى المنصك الإعلامي دكتور ماجد العنتابلي طبيب المنتخب مع دكتور صلاح عشور استشاري التأهيل والعلاج الطبيعي وعمر سليمان وأحمد إيهاب هيكونوا إداريين ده أو ده قوام جهاز منتخبنا للشباب طيب نهارده بيرامدز عمل صفقة مميزة جدا واحد من أفضل المحترفين الأجانب في الدوري المصري نهارده بيرامدز اتعاقد مع الناجيري صديق أجولة لعب سيراميكا كيلوب باترا لمدة سنة على سبيل الإعارة وهو هيكون رابع تدائمات بيرامدز الموسم الجديد بعد طارق علاء من سموحة ويوسف أوباما من الزمالك اللي كان صفقة انتقال حرة يعني بعد انتهاء عدوه من الزمالك وعبدالرحمن مجدي بن الإسماعيلي وبحسب معلوماتنا صديق أجولة انضم البيرامدز لمدة موسم على سبيل الإعارة بمقابل انتقال محمود زلاكا وفخر لقاي إلى سيراميكا لوباترا أيضا على سبيل الإعارة لمدة موسم أعتقد لتنين كسبانين في الصفقة دي سيراميكا خدت نين لعيبة مميزين برضو زلاكا وكان بيلعب سيراميكا أصلا وخد أيضا فخر لقاي وبيرامدز فاز بسديق أجولة سديق أجولة بيلعب ليف توينج ناحية الشمال إنه مكان رمضان ومكان إبراهيم عادل وفي حد كمان تقريبا المهم الحديد دي زحمه في البيرامدز بس أكيد هيوظف يعني الراجل برضو سيحب بيلعب برمضان تحت المهاجم رقم عشرة أكيد هيشوف لها توظيف معين يعني صديق أجولة ممكن ساعات كمان يلعب ناحية اليمين طي منتخبنا الوقت ناحية لعب مباراتين مهمتين جدا مع المنتخب الموريتاني إن شاء الله في تصفيات كعس الأفريقية معي عبر الهاتف الآن ببكر كوليبالي مدافع منتخب موريتانيا السابق يكلمنا عن المواجهتين يا فندم طي الطيب التليفون قطع نرجع بعد شوية ماشي حاضر النهاردة محمد صلاح بيواصل تحطيم الأرقام القياسية مع ليفربول طيب طيب شكرا من الدولتين بيقولي إنه صلاح جاب جول صلاح النهاردة سجل هدف كاية المباراة الشغالة وأنا داخل ما كنتش شايف النتيجة صلاح سجل هدف المباراة اللي كسابها ليفربول بهدفين دون رد النهاردة محمد صلاح أصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في خمس مباراة متتالية على أرضه ملعب أنفلد بدوري أبطال أوروبا وأصبح صلاح هو اللاعب الثالث الذي يسجل في خمس مباراة متتالية على أرضه في دوري أبطال أوروبا لفريق من الدوري الإنجليزي الممتاز بعد التيري هنري مع أرسنال السبع وردفا النسل روي مع منشستر ينايتد ستة محمد صلاح رفع رصيده نهاردة من الأهداف المسجلة إلى خمسة واربعين هدفا ليصبح أكثر لاعب أفريقيا تسجيل للأهداف في دوري أبطال أوروبا بداية من دور المجموعات بعد أن فضى شاركته مع ديديد رجبة صاحب الاربعة واربعين هدف محمد صلاح أحرص تسعة واربعين هدفا في دوري أبطال أوروبا بداية من الأدوار التمهيدية مع مختلف الفرق اللي ارتدى كوميسا وفريق بولونيا الإيطالي أصبح حوال فريق رقم خمسة وعشرين الذي يهز النجم المصري شباكه أوروبيا بكميس الرينز أرقام عظيمة لمحمد صلاح النهاردة مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا طالنطا الإيطالي فاز على شغطار دوناستيك ثلاثة لشيء وفاينورد الهولندي فاز على جيرونا ثلاثة اتنين أسلون فيلا فاز بهدف دون رد على بارمينخ نتيجة أسلون فيلا فريق هو جداً بس فايرن طايح في الكل السنة دي ماشي يوفينتوس كمان فاز على لايبزيك ثلاثة اتنين وليل عمل مفاجأة كبيرة أيضاً وفاز على ريال مدريد بهدف دون رد هدف بمشاركة كاليا نبابيه أو مباراة بمشاركة كاليا نبابيه ليفربوز زي ما قلت لكم فاز على بولونيا اتنين للشيء وصلاح سجل بنفيكا فاز اربعة للشيء على أتلتكو مدريد وشتوم جراتس خسر أمام كلوب بروش سفر واحد ودينامو زغري بتاع عدل اتنين اتنين مع موناكو طيب رجع لنا مرة أخرى على الهاتف ببكر كوليبالي مدافع منتخب موريتانيا السابق كفاندم مشرف ومنور سعيد جداً بتاعجدك معايا طيب فقالنا الاتصال نحاول نرجع له مرة أخرى طيب دي حكاية احنا مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل شرفني ونواني واحد من أهم أهم المدربين المحترمين الجيدين الرائعين في الدوري المصري دائماً وأبداً في كل خطوة في بصمة محترمة جداً اسم كابر شأنه في آخر موسمين تلاتة بشكل رائع جداً هو الكابتن الكبير كابتن تامر مصطفى عيجون ديفي في رقم عشر بعد الفاصل خليكم يعلم بحضراتكم مرة أخرى يشرفني زي ما قلت لكم قبل الفاصل واحد من أهم المدربين في الدوري المصري المدربين الموهوبين أنه عنده الموهبة وعنده الإمكانيات وعنده التطور في كل خطوة خطاها كابتن الكبير كابتن تامر مصطفى كان في بصمة بصمة واضحة وقدر تقول أن الفرقة دي بيدربها تامر مصطفى بسهولة جداً عشان فرقة تكون منظمة يشرفني وينورني كالعادة ودائماً بسعب بتواجد معايا كابتن تامر منور الدنيا حبيب يا كابتن كريم شرف كبير جداً لأن أنا موجود معك ده شرف أنا أكبر لأي والله العظيم أنت تعرفش غلوتك عندي يا ربي خلي يا حبيبي يا ربي خليك عايز أقول لكم حاجة كابتن تامر مصطفى من فترة بنحاول نكلمه عشان يكون ضيف معنا في رقم عشر وبصراحة ما بتأخرش عننا عبد عمره ما تأخر بسعات فترة بطبيعة الحال متأثر جداً بعد رحيل الكابتن إهاب جلال وعشان كده عايز أبدأ معاه عشان تبقى سيرة طيبة وندعيله كل شوية حبيبي كل حبيبي كل الكابتن إهاب جلال رحمة الله عليه ربي يكون في الجنة بإذن الله صيرة طيبة دايما الكابتن إهاب جلال الله رحمه بصراحة عشرة عمر أخوي وحبيبي وصحبي وبصراحة كان أستاذ كبير بتعلم منه ومدرب كبير وشخصية كبيرة ويعني عارفها كريم بتتأثر بي يعني وانت قاعد معاه بتتأثر بي في حركاته بتتأثر بي في كلامه في رؤيته في ضميره في الشغل في إحساسه بالمسئولية طول الوقت طول الوقت عارف أنت بيوجه لك رسائل مختلفة بطريق غير مباشر فالله رحمه وإحسن إليه إهاب جلال مش هيتعوض مش بس كان مدرب كبير يا كابتن تامر فنيا بس حتى وإحنا مندردش قبل الهوى حتى هو بيحكي هو راجل حكيم يعني أنا من حظ أن أنا كنت ساعده كتير بكلم مع كابتن إهاب جلال كلامه مفيد تحس أن أنت على المستوى الشخصي وفي الحياة كمان مش بس الشغل طول الوقت بيديك رسائل رسائل بقى وبيتعامل مع أحد فأنت بتشوفه وبيتكلم مع أحد وليه رؤية معينة ليه وجهة نظر معينة متطور جدا يا كريم بيثقف نفسه دايما طول الوقت أنا فاكر زمان أول ما يعني وإحنا لسه كنت أنا بشتغل مساعد مع كابتن أنور سلام هو كان لسه في قفر الشيخ تقريبا أو مش عارف كده كان أنا فرقة بالضبط ممكن تلفونات بني سويف مش لا 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 قبل التلفونات قبل التلفونات كان داخل هو في موقع كده مشترك فيه وديني الباسورد قال لي تعالي خد الباسورد بتاعي وخد اليوزر نيم بتاعي يدخل بي أو بتاع ناليسيز وكده لا لا مش ناليسيز لا لا بتاع تمرين معينة بتاع مش عارف ده كلام ده كريم من حوالي حاجة وعشرين سنة فقلت له لا 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 من حوالي خمس شهر سنة تقريب فقلت له لا ده بتاعك انت قال لي لا خده بس أنا وانت تاني بقى ندخل بي شخش عارف ان انت جوا في خده نحن الاتنين نشترك فيه يعني بس اديك المعطاء مش لا انا استفيد لوحدي هي ده بقى النقطة ده اهاب جلال في كل حاجة في كل حاجة ده اهاب جلال في الحياة في الكورة في الدنيا في الرؤية في الحكمة ده اهاب جلال بصراحة الواحد خسر قيمة كبيرة جدا خسر أخ كبير خسر معلم كبير جدا خسر أستاذ بمعنى الكلمة يعني لما كنت سألته قبل ما يتوفى الله بست شهور قلت له ليه لإسماعيل يا بجالك خلاص كان عامل اسم كبير مش عشان ليه لإسماعيل نادي قليل اسم كبير أنا أقصد الظروف صعبة الظروف تتعبك وتحطك تحت ضغط قال لي أنا اللي اخترت أنا أحب أشتغل في الظروف دي وأقدر أتحمل المسؤولية وأقدر أساعد الإسماعيلي دلوقتي مش عايزة أقول ايه أخد السهل يعني أخد الظروف السهلة لأ أشتغل معهم في الظروف الصعبة لا هو كمان كان بيحب النادي الإسماعيل كان بيحب جمهور النادي الإسماعيلي وكان بيقدر الإسماعيلي جدا وكان بيقدر جمهاريته وحجمه وكان طول الوقت المهي يتكلم معايا يتكلمني على قيمة النادي الإسماعيلي وقيمة جمهارية النادي الإسماعيلي وهو دايما طول الوقت حاطة الإسماعيلي مش بورا الأهل والزمالك كان جنب الأهل والزمالك دايما طول الوقت في الشعبية وفي الجمهارية وفي قوالة اللعبة اللي كانت موجودة في نادي الإسماعيلي فكانهم قدر قوي قيمة النادي الإسماعيلي وكان إهاب دايماً طول وقت جريء وحب التحدي انت فاكر انت لما مسك الزمالك مسك قبلها 24 ساعة ولعب النادي لأهلي تاني يوم يعني ما لكش أي مدرب تاني يقعد في المدرجة يعني إهاب ده إهاب جلال ما كانتش فارقة معاه إيه اللي كان مختلف في الكابتل إهاب جلال كمدرب إهاب جلال كان مثقف جدا كان متطور جدا كان عنده وجهة نظر دايماً طول الوقت بحافظ عليها ويدافع عنها ودي نقطة مهمة جداً في المدرب إهاب جلال ما بتنزلش دي نقطة مهمة جداً في المدير الفني أو المدرب إهاب جلال دايماً طول الوقت أمين جداً في شغله مخلص جداً للمكان اللي هو فيه وحطت المكان اللي هو فيه أحسن مكان في العالم مش في مصر بس دي نزل إهاب جلال ده اللي الواحد يتعلمه من إهاب جلال إن فعلاً إهاب عمره متنازل وعمر بتنزف اي حاجة بل فاكر انت لما منتخب مصر اول مرة اتعرض عليه اه قال مش هروح الا بكذا وكذا 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 اي مدير فني تاني هيجري مش مشكلة بقى هلاش الله معليش يا جماعة معليش هروح بكذا وتوازنات وبتاعه اه بمناسبة المنتخب حتى لما ميشي بالمنتخب بالطريقة اللي ميشي بيها ما اتكلمش ولا عمل ايه ولا مشكلة ولا طريق علم المظلوم ولا مقول ولا اي حاجة مفتحش بقى وعنده 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 ومشه وعنده سبات وعنده وقين ان كل حاجة بيد ربنا سبحانه وتعالى واللي وصله اللي هو فيه ده هو ربنا سبحانه وتعالى فبيعمل ربنا سبحانه وتعالى كل حاجة فمش فارقة معه يا كريم الشكليات دي يعني اللي احنا ما ندور عليها صحيح ربنا يا ربي ارحمه بقى الجنة ان شاء الله حبيت ابدأ بيه عشان اعرف نوع حبيبك وحبيبي فهونا نتذكره بالخير دايما يا انا عشان ما ننساش ابدا الكابتن الابجنة طيب كابتن تامر بقى بعد الكابتن اقاب جلالب بعد ما توفاه الله سمعنا كلام كتير ان كابتن تامر هو اللي هيستنم المهمة في اسماعيل الكلام ده كان مظبوط او مش مظبوط بسها كابتن كريم اولا طبعا شرف لاي حد ان هو اسمه يرتبط للنادي الاسماعيل طبعا النادي الاسماعيل نادي كبير جدا ونادي عظيم جدا بجماهير ورموزه وتاريخه العظيم جدا فانا اي حد شرف كبير ان هو يمسك نادي الاسماعيل لكن على المستوى الرسمي المفاوضات على المستوى الرسمي ده ما حصلتش كان كلام بس من بعيد استطلع رأي يعني مثلا يعني نقول كده يعني لكن المفاوضات الرسمية ده ما حصلش لكن أي حد في الدنيا أي مدير فني في مصر أو أي حد بيحب الكرة فعلا أو أي حد بيفهم في الكرة شوية عمر ما هو في ناد الإسماعيل صحيح بالإسماعيل ما اطرفتش بجماهيره العظيمة بتاريخه بعرف أنت كريم ناد الإسماعيل يقوله عمره مختلف لعبته مختلفة شكله مختلف جماهيره مختلفة حتى ملعبه مختلفة حتى ملعبه مختلفة أداءه في الكرة مختلفة يعني عرف أنت جمهوره كمان يام احنا لعبنا في إسماعيلية زي ما نقامل مقولين وينيجي مثلا نعمل خمس ستة بساطة على بعض كده في عز ما الجمهور تليه بيشجعك ويسقفلك يعني عرف ناس بتفهم يعني زواقة يعني فعلا فعلا لكن حاجة على المستوى الرسمي ما حصلش طيب عايزين نساعد إدارة الإسماعيلي إدارة الإسماعيلي بتختار مدرب دلوقتي ويبدو أن فيه لأغبطة يعني فيه اختلافات في وجهة النظر ويسمعنا أسماء كتيرة أوي لو أنت من بر أنت مش صاحب مصلحة دلوقتي أنت مش جواهة الإسماعيلي تنصح بإيه الإسماعيلي محتاج إيه دلوقتي مدرب نوعية إيه بيفكر إزاي ولو لك النصيحة يعني في الأول الآخر هتبقى الإدارة صاحبت الكرام إنجاز دينا النصيحة فإحنا بننصح بس بحاجة مهمة جدا إن إحنا يعني أو النادي الإسماعيلي مفيش وقت للخلاف المرحلة دي مش مرحلة اختلاف مرحلة دي مرحلة الناس تقفل على نفسها والصوت واحد ورأي واحد واتجاه واحد ورؤية واحدة لأن الموضوع مش مستحق أنت شاف النار ده أقاف قيد أنت شاف النار ده لعبة كتير جدا خرجت برا النادي الإسماعيلي مجلسة الدررة لا يكون فعون ويسدد فواتير قديمة بصورة كبيرة جدا ولاد صغارين محتاجين يحسوا بشوية تركيز جوالنادي ويحسوا أن النادي مقفول عليه والنادي مش مخترك وكلام كتير في الميديا وكلام ده كله فالنادي محتاج وجهة إدارة مختلفة شوية إدارة مختلفة بحكمة برزانة شوية بتقل شوية بهدف واحد لأن في الأول في الأخر ما حدش عافي نط من المركب هي المركب ماشية والإسماعيلي قادر إن شاء الله بالعبة اللي موجودة إن شاء الله بالجهاز اللي هيجي أي أن كان من اللي هيجي بالإدارة دي لو قفرت بجمهوره العظيم إنه إن شاء الله هيقدر يعد المرحلة دي لكن أي خلاف جو نادي الإسماعيلي مش في مصلحة نادي الإسماعيلي صحيح مستحيل يعني قبل ما نروح للأهل والزمالك والسوبر والكلام اللي كل الجمهور بيحبوا ده يعني ما ينفعش بكابتن تامر مصطفى معايا وما سألوش عن مقالون العرب ليه الحال يوصل إلي كده ليه المقال العرب يهبط المقال العرب يعتبر واحد من كبار الأندية المصرية مفيش خلاف على ده من سنين للسنين فلما يهبط المقال العرب والناس ما تحس أو يعني ما تعملش قزمة أو حاجة كبيرة أقول المقال العرب ده هبط فلازم نسأل ليه وسل المقال العرب نادي الوحيد الخاص نادي الوحيد الخاص اللي هو تحس إنه هو سبع عصره بكتير يعني يعني تعالف trigger ما تيجي تسأل استاد مختلف. صح. صح. المولين عنده استاد من من تسعة وسبعين تقريبا او تمانين. ها. يعني من حوالي بتتكلم في دخل في اربعين سنة تقريبا. او حاجة زي كده. اكتر. اه يعني. خمسة اربعين سنة هو. يعني. فانت النهاردة يعني المولين العرب سبع عصر ما كتير جدا. مولين العرب طول عمره الناشئين ومختلفين. صح. المولين العرب طلع محمد صلاح. طلع عبدالسلطار صابري. وطلع الناني. لهم. يطلع علبة كتير جدا 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 للمنتخبات مصر. مولين العرب اخد بطولات تلت نادي واخد بطولات جوا مصر. صح. واخد بطولات قرية كمان. المولين مش ناقصوا حاجة. انا بس. عشان بعيد عن النادي. فترة اللي فاتت بこれ فترة كبيرة. بقى النادي من ساعة ما بنطلت كورا وانا ماشتغلتش في النادي. فأنا مش عارف الكواليس اي ايه. لكن انا اللي عارفوا ان المولين مش ناقصوا حاجة. فأنا أتمنى أن الناس لدي تبقى بداية لانطلاقة مختلفة للنادي. لرؤية مختلفة للنادي. لأن النادي ده استحقق حاجات كتير جداً جداً. مش ناقصوا حاجة. يعني إنت لو جينا قلنا استاد موجود. ملعب فرع الفريل الأول موجود. فنادق موجود. مش فندق. فنادق مطاعم موجود. ملاعب ناشئين أربع خمس ملاعب تحت موجود. كل حاجة موجودة. مدربين كويسين. ولاد النادي موجودين. اللعيبة يعني. بس أنا. يعني المشكلة فين أنا مش عارف. أتمنى من ربنا سبحانه وتعالى أن تبقى دين نقطة انطلاق النزول دي. أتمنى إن شاء الله ربنا يوفق. باش وانس محسن صلاحه. باش وانس محمد عادل. وإن شاء الله تبقى سنة مختلفة يتبني عليها بقى شكل مختلف. ليه من ساعة ما سيبت الفريق كلاعب لم يعرض عليك؟ أو لما اشتغلتش لي ولا مرة معنا؟ ما حصلش يعني لما بطلت الكورة اشتغلت في ودي دجلة على طول مع كابتن علي بوجريشة ودكتور سيد مصطفى وباش وانس ماجد سامي. بصراحة اللي بحييه جدا بصراحة الرجل ده مختلف عنده إدارة برؤية مختلفة بصراحة في الكورة. كابتن علي بوجريشة بصراحة أول واحد مدي لإيده مع دكتور سيد مصطفى في قطاع الناشين في ودي دجلة. بعد كده رحت الجونة بعد كده سفرت بقى رحت مع كابتن علي نبيل الأردن مع كابتن جوها ريسانة وبعدين رحت السعودية وبعدين عارف ما صدفتش إن أنا إن هي صدفة إن أنا أبقى موجود في المؤولين العرب يعني. حظ بس. على سيرة دجلة. بما أننا جمنا سيرة دجلة. دجلة اللي خرج منهم ومن الأكنوية بتاقي زيزو وعمر مرموش. مرموش دلوقتي متقلق جدا. كنت بكلم برح إنه فكرة إنه لعيب ما طلعش يعني اتربى صح. اتربى كورة صح. طبعا. طبعا. راكف اللي بيعملوا مرموش دلوقتي هدى بمتسليجة دلوقتي معالك. لعيب كبير ومختلف ورتمه مختلف. بص يا كريم خلي بالك فيه لعبة كتير عندنا كويس. لكن الرتم بتاعها ممكن يبلعيك كويس بس مقدرش يلعب بر في أوروبا. لكن الرتم بتاع مرموش وإداء مرموش وكواليد بتاع مرموش واستجابته السريعة والتطور بتاعه السريع هو اللي نقله النقلة دي. النهاردة هدف الدور الألماني. بخبالك النهاردة بيقدي بصورة كبيرة جدا. النهاردة مرموش مختلف. النهاردة مرموش مطلوب من كذا نادب وسعره عمالي يزيد يوم عن يوم. ربنا يزيده يا ربه يحمس. وإضافة كبيرة لمنتخب مصر. فأنا شايف أن الرتم. أنت قلت البداية كويسة. اللي هو بدأت أسس كويس. وده اللي كانت نقص المقولين العربة لفترة اللي فاتت في النشئين اللي بيطلعوا. النهاردة الدين اللي موجودة في أمبي. عشان برضه بقى أمين أن أمبي في تأسيس كويس. قطاع النشئين بصراحة الشكل بسرعة كويسة. فأنت النهاردة تأسيس لعيب كويس. لعيب عنده طموح مختلف. لعيب بيتطور بسرعة. لعيب قافل على نفسه. لعيب بيضحي. فبيقدر شخصية. فبيقدر نقل نفسه. وهو خارج من هنا ما أغرهوش شوية فكهة نبف الأهلية والزمالك. اللي هو تم مقعد هنا أحسن ومكنك تأخذ النجمية. هي دي النقطة بقى. هي دي النقطة. ده الاختلاف. اختلاف بين شخصية. واحد عنده طموح حطه قدامه. ودايمن طول وقت طموحه سايقه. واحد بيستكفى على طول بيشبع بسرعة. اللي هو خاد بس لقطة أنا احترفت يومين ثلاثة. وبعدين أرجع ألعب في الأهل والزمالك. طبعا ما احترمناك كبير لأن الأهل والزمالك طبعا عندها كبيرة. لكن أنا بتكلم إن إحنا محتاجين نماذج كتير زي مرموش. محتاجين نماذج كتير زي محمد صلاح. لأن إحنا نستاهل. أنا شاف إن إحنا نستاهل يعني. مرموش مع فرقاته إنتراكت فرانكفورت بيلعب في اتنين مهاجمين يا مهاجم تاني شخص. أي. وبياخد حرية كبيرة جدا بيروح ناحية. بيشوفه ناحية الميون وناحية الشمال وبيشتغل من العمق. بيشتغل من كل حتة في الملعب. مع منتخم مصر هو ليفت وينج من ساعة ما جاء أمر مرموش هو ليفت وينج. إزاي نقدر نستخدمه في وجود مصطفى محمد ووجود أيضا محمد صلاح يبقى مهاجم تاني مع مصطفى. ووجود ريزيجية كمان. لا الفكرة يا كريم دلوقتي طرق اللعبة يوم عن يوم بتتطور وبتتغير. أخرج بس في حتة فنية شوية. ياريت ياريت. إن دلوقتي العلم دلوقتي بقى أربعة أربعة أتنين وأنا معايش الكور. كده كده. بقى أربعة أربعة أتنين كمان خلي بالك بتوصل لأربعة أتنين أربعة. في المساحة اللي هي بتتكلم في العشرين يارضة اللي بيقابلوا فيها. ففكرة إن أنا النهاردة وأنا بشتغل من جوه. دي محتاجة موصفات مهمة جدا. إن أنا إزاي بقى في الزواج التمرير كويس. وإزاي إن أنا النهاردة ببقى إزاي شادو سترايكر تحت الرجل اللي هو السترايكر الأساسي. اللي هو اللي دايماً طول وقت التارجيت. وأنا دايماً بشتغل حواليه. ودايماً عندي حرية حركة إن أنا قدر أخرج برا عند الملكة دي. وإن أنا قدر أشتغل على طرف الملعب أو إن أنا قدر أشتغل في اتجاه الكورة. طول الوقت نهاردة كان الأول مع كلوب بلعب أربعة تلاتة تلاتة. النهاردة بلعب أربعة اتنين أربعة فوق مع سبوسلاي. لما بيقفل مع أعين كانت تارجيت الرأس الحرب اللي بيشتغل مين. فدايماً طول الوقت إزاي بقفلوا إزاي ومعهمش الكورة بيشتغلوا. نفس الكلام تنهج في منشستر. نفس الكلام على فترات كبيرة جداً منشستر سيتي مع بيب جورديولا. فالفكرة النهاردة الشكل تغير. المرونة دي بقى المرونة دي في أن أنت تطوع اللعيب جوا شكل لعبك. دي مقطة مهمة جداً. دي مدرب مقنع للعبته رقم واحد. اللعيبة عندها المرونة اللي هي تقدر تشتغل. ما عندهاش مشكلة. مش حافظة. لعبة فهمة. ودي النقطة المهمة جداً. النهاردة الوعي يا كريم. النهاردة الناشئ اللي ما بيطلع من تحت. مهمة جداً يبقى عنده وعي. كنا كنت قاعد بره بكلم مع حد بره. فبيقول لي أنا ابني بيلعب فرود فنزلوه في الناشئين بيلعبه سردباك دلوقتي. مش عارف بيلعبه ايه. قلت له دي ميزة مش عيب. إن اللعب هو صغير يلعب في كذا بوزيشن. عشان يقدر يبقى فاهم ويبقى عنده وعي. وظائف الأماكن اللي بتلعب فيها. اه خلص بيع يالق Vallки يا كريم. فدي نقطة مهمة جداً. هي. اي' فدي النكوة مهمة جداً. انت لو عايزتي رب رب العايف في الكورة خلاص لحبه رب العايف في الكورة حتو لعب ستة. هار الله بكلمه بجد لعبه ستة. قلص بيع ي Latin 거�立า على بوزيشن شغيل دايايما طول الوقت يا كريم، السكان طول الوقت دايما طول الوقت شايف دايما طول الوقت دايما طول الوقت جوا اللعب دايما طول الوقت اللت بتكلم كتير هتلاقيه دايماً طول وموجود في الحدث غير لما بيلعب بره الملعب او غير لما بيلعب سترايكر خلي بالك على فترات ما بقاش موجود جوا الجيم فهم قصد ايه؟ لكن انا دايماً طولت خطوتين بقيت في اتجاه الكورة خطوتين بقيت في اتجاه الكورة خطوتين بقيت جواب اقولك حتة مش فهمها انا فنان قوي يعني على حسب فيه مقصد يعني على قد فهم يعني بحيس دايماً اي فريق في العالم عنده ستة قوي بيبقى فريق ناجحة يعني فريق قوي والدليل انه مانشستر سيتي رودري تصاب بقالهم مطشن مشاكل كبير حسينه بقيمته دلوقتي والناس كلها بتقول هالند والناس كلها بتقول فودن والناس كلها بتقول اي حد الا رودري خلاص لما اتعور النهاردة ده اللي بيحل دايماً يا كريم ده اللي موجود دايماً في الحدث اكتر لعيب جوا الحدث هو رقم ستة فهم قصد ايه؟ فهم دلوقتي ما اختلاف بقى ان بلعبوا بستتين او او انت بتحضر بتحضر بستة واحدة بس و بقى الراجل الشادو الاستراكر بينزل تمانية في التارجت اللي بنتطلع عليه فيها فالنهاردة يا كريم الفكرة دايماً طول الوقت الوعي فهرجع لمرموش تاني مرموش يلعب في اي مكان ترسجي يلعب في اي مكان اقول لك على حاجة الصلاح يلعب في اي مكان اللي فوق ليه؟ لانه عنده مغزوم من الوعي كبير جداً شاف و اخبالك يا الفكرة بس ان انت الناردة تقدر توظفه و ان انت الناردة تقدر تستفاد منه وتقدر توصله في شكل اللعب اللي انت عايز تاخده فيه و لما عندك جناحات مش جناحات خط يعني اللي هم فاهمين خط بس يقاف يخشوا معاك في منطقة جزايا وتزود بيهم مهاجمين زي صلاح و مرموش عندهم اللي وعي الحاجة بتقول علي دوت دي يفرق معاك كتير جداً جداً برضو مختلفة عندك مختلفة عندك تيم بيتكلموا نفس اللغة و شايفين عندهم تواصل مختلفة لان خلي بانك كريم التاكتك انا بشبهه دايما عمل زي النظارة التاكتك عمل زي النظارة فاهم اصلاً تدخل السينما دلوقتي اللي ها مش عايز 3D 3D بقى عاول عادي يعني مش دعاية تاكتك نية فلما تيجي تدخل النهاردة بيدكوا نظارة مع التاكت كلنا بنلبس النظارة عشان نشوف نفس الصورة ده التاكتك لو انا قلعت النظارة لو لايب قلع النظارة مش هبشاف نفس الصورة فالتاكتك عامل زي النظارة كريم فالنهاردة ونهاردة ويحنا عاديين في السينما كلنا لو بصيت لخلت السينما كده بتبصها تلاقي كلهم لابسين نفس النظارة اللعبة كده اللعبة لازم كده تبقى كده اللعبة لازم تبقى كلها شايفة نفس الرؤية وتبقى كلهم طول الوقت بتتلموا نفس اللغة عندهم نفس التواصل انت فتحت جزئية عميقة جدا انا كابتن تعمل وهي فهونتها الأهمية انه كثير من المدربين اللي بقعد معهم يقولك احنا عند ده لعيبة كويسة جدا مهوبة جدا بس اللعبة دي حتى مش قادرة تنجح في أوروبا ولا قادرة تطلع في أوروبا ولا قادرة تعمل النجاحات كبيرة عشان الجزيرة حيبتر على قديم انه معندوش وعش هو مهاري بس الكلام ده ينفع على قديم وانه كان بمهارتك ممكن تمشي حالك دلوقتي في التطور الكبير جدا بتعتكتك لو اللعب مش فاهم بيبقى عنده مش كده بص يا كريم اقولك على حاجة نيجي نتكلم في الكورة كده يقولك اللعب ده انا عايز كريم الرمزي يقولك اه كريم الرمزي لعب بس ما بيدفعش مفيش الكلام ده في الكور مفيش لعب ما بيدفعش احنا اللي بنينا شوية مصطلحات واتبنيناها وبدلنا ماشيين وراه وانا النهاردة يعني ما بيدفعش وانا لو وقفت ودخلت جوا الضغط ما انا بدافع لو زواية التمريد قفلتها ما انا بدافع حتى لو انا مهاجم حتى لو انا مهاجم احنا بنبدأ من هنا اول خط تدفع المهاجم فأوهلند في سيتي لما بيواجه الضغط ما بيدفع لما بيروح الجول ويجيوه عشان يعمل الباس نحي تريمين ما بيدفع صحيح ففكرة انه يدافع ان انا روح اجيب الكورة ده المدافع او ده اللعب اللي بيدفع ده خلصت من الكورة يا كريم بقى المساحة النهاردة بقت مهمة جدا طبع فهم قصد ايه المساحة النهاردة ده اللعب الزيادة ده اللعب اللي معاك الزيادة ده السبورت ديك المساحة اللي انت بتشتغل فيها فهم قصد ايه بس اللي بيجيلي فين في المكان بتاعي في الزوم بتاعي في الزوم بتاعي في المنطقة بتاعتي انت بتشرح في الملعب المربع بتاعك هيا دي النقطة هيا دي النقطة فمصد وبعدين فيه اولويات الاهم فالمهم في اتجاه الكورة ففي حاجات كتير جدا في الكورة النهاردة فانت النهاردة ما بقاش الموضوع تصنفنا للعيبة او تقييمنا للعيبة النهاردة اصلي ده ما بيدفعش يا جماعين ما فيش كلام ده في الكورة مفيش أصل فلان ما بيدافعش أصل اللان ما بيدافعش طب و أقول لك على حق الهل و الزمال كالموتش اللي فات عبد الله السعيد اخباره اه senhor عبد الله السعيد اكتر لعيب أطاع أطاع كور عمل كم فاول عندك و عندك عندك فاجرة إن lah ما عملت شوال فاول عبد الله السعيد ما عملت شوال فاول أنت مثلة يا كريم في السن ده والجهد في البوزيشن دا إن أنا أكتر لعيب أطعت في الملعب وما عملتش ولا فاول. لا وده في كورة قطاع بالبين من اكرم توفير ومعشور ومساق. ولا فاول. فهم قصد يا كريم. ايه ايه العظمة دي. ايه العظمة دي. فانت النهاردة. بس ده عشان لاب عنده وعي. ايه دي النقطة. انا جبت اللقطة يا كابتن تامي بتاعت عبدالله السعيد حتى قطع الكورة. هو بيعرف ازاي يقف في مكان الساحة مش خش ما اكسي بقى سرعة مسلا. ايه دي بقى. اعرف اختفع ازاي واستناك فين وهيجي لك منين. ايه دي النقطة الوع انا لسه بقولك. تاني ارجع اقولك. ان التيم التواصل. فهم قصد ايه. ازاي انا تواصل في مساحة الضغط بتاعتنا. ام. مساحة الضغط هي العيب الزيادة دايما يا كريم. ايه مساحة الضغط اللي انا بعمل عليك. ضغط منها. بمعنى ايه. بمعنى ان المساحة ان انا النهاردة لو جوم اتنين وقفوا. وانا وقف كويس. جوم اتنين وقفوا. بس وانا وقفت مبين وانا مسكتهم الاتنين. صحيح. انا قللت الضغط علي. على فرقتي شوية. فهم مهمة جدا. والمساحة اللي انا بضغط فيها مهمة جدا. وتوقيت الضغط مهمة جدا. طبعا. فهم قصد ايه. انا مستمتها. حابب. والله مستمتها. حابب. هاي سألك على قائمة منتخب مص. طبعا الاختيار او اختيارات من الكابتن حسام حسن. اللي هي الاختيارات اللي شايفها في مصلحة المنتخب مص. واللي يقدر يلعب بيها ويشتغل بيها. وده اتفاق الجميع يعني. طبع. بس مين العيبة اللي انت كان نفسك تشوفها في المنتخب في القائمة دي. اقول ل من 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 ان انت متوسط العمر انت بتنزل بيه. وانزلنا تقريبا سنتين عن متوسط العمر. عن اخر قائمة او من سبعة في السبعة شهور اللي فاته. وكابتن حسام ماشي بشكل كويس جدا. انا كان نفسي مع الولاد الشباب اللي داخلين دلوقتي دول. كان نفسي عبدالله سعيدة بموجود. تفهم. صدقني والله كريم. تفهم. والله العظيم. مش عشان يلعب. خلي بالك. عشان يشوفه بس الرجل ده في السن ده. بيروح منتخب مصر. رسالة مهمة جدا. رسالة مهمة جدا. لعبة مصر كلها. خلاص. السن مش مش مقياس. رسالة مهمة جدا. الولاد الصغرين. ان الولاد الصغرين تعال اتعلم من صلاحهم. وعبدالله السعيد رموز كبيرة جدا. تحافز على نفسك. ان انا لسه بقولك مع عزيز ومع الكلام ده كله. ان انت شايف الناس دي. الغت السن قدي تلعب. وعبدالله كمان بالزات. قدي بيلعب. وعبدالله الغت النهار ده بروح منتخب مصر. تعال بص عبدالله في التعامل. تعال بص تمرين عبدالله عامل ازاي. واخبارك. تعال بص اكل عبدالله عامل ازاي. تعال بص نوم عبدالله عامل ازاي. شغل عبدالله في الملعب عامل ازاي. ممتق عبدالله في تحركاته وزكائه. والله العظم هي دي النقطة. كلامه حتى في الملعب اخباره ايه. فانت النهار ده بتعلم اللعبة برضه. دي نقطة دي انت اللعبة الكبيرة اللي جوا تيمة يا كريم. اللعبة الكبيرة اللي بيقدر حافظ على نفسه. اللي يقدر يشتغل. واللي يقدر. واللي يقدر. واللي يقدر. ده نقطة مهمة كده. تشكباله النهار ده اخبار لازمالك كسب. خلي بالك. انا لازم الكاوي ولا اهلاوي. لكن يا الفكرة دايما طول الوقت انت 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 بيبص على نمازل انت في شغلك محتاجها. صح. انت في شغلك تساعدك. تساعدك في شغلك. تعلمك. لا انا بتكلم تساعدك كمدير فن كمان. الرسالة بتوصلها للناس كلها للاعبة مصر كلها. لان كابتن حسام خلي بالك. 2006 كان عنده كم سنة كابتن حسام. اكتر من 40 سنة واحد وبيشير كاس افريقيا. يعني فهم قصد ايه? اه. فانت النهاردة كان نفس عبدالله ياخده. وانا قلت هياخد عبدالله بعد المطش ده. عشان يدي رسالة للناس كلها ان عبدالله مختلف. واخبالك ان احنا عندنا النمازج مختلفة نقدر نبني عليها والسن مش مش مش. وانا اللي هيقدي حتى لو بالسنة ده وتهارض. وانت لو سنك صغير مش هارض. هي هي دي النقطة. لان برضو انت محتاج خبارات جواتيم بشكل مختلف. طبعا بجنب يزيزه بجنب الصلاح بجنب المجموعات دي كلها. اه. لكن انا شايف ان ان الشناوي طبعا مهم جدا دورو مهم جدا. لكن انا شايف كان دورو عبدالله مهم جدا في الحديد. حدي تانية ولا عبدالله بس؟ لا انا باتكلم عبدالله الكيس دي بالذات. لان انا كنت بحت في التوقيت ده كان محتاج عبدالله وروح منتخد مصر. فعند. مع الولادة السغارين مع احمد عيد مع فهم. من يبقى مفيد جدا. مع كوكة مع مش مش كوك اسمه. اه. مع كوكة كوكا. كوكا موجود في المنتخب اه. واحمد ايد موجود وشحاتة موجود. وشحاتة موجود. طبعا. واسامة فصل موجود. فانا بتكلم مع الورد الصغارين دول كان كان فرق كتير جدا. اكيد. لسه كمين هذا الحوار مفيد جدا. مفيد دايما. دايما الحوار مع الكابتين تامل مفيد. دايما بحبه ويبقى في الكرة او كده يعني. عشان نستفيد ونتعلم يعني. كابتين تامل مصطفى لسه بكمل معنا بعد الفاصل نواصل. خليكم معنا. لسه مشرفني ونورني الكابتين الكبير كابتين تامل مصطفى. وكيد عايزين تسمعوا رأيه عن مباراة السوبر السوباية الافريق. ليه زمالك كسب ليه الاهلي خسر. السؤال بسيط وسهل اوه. بص الناس كتير اتكلموا في الموضوع ده. طبعا. وقارقهم بصراعها رائعة جدا. بس الناس كتير راحوا لحيسيات مختلفة يعني. بص يا سيدي. لو جينا اقولنا النادي الزمالك. هنقول نادي الزمالك كسب. عشان نادي الزمالك اول مرة من سنين طويلة جدا. يبقى فاعل وبيلعب نادي الاهلي. يبقى دايما طول الوقت فاعل. ودايما طول الوقت اللي نادي الزمالك من جوه كان فيه رغبة كاملة وكان فيه ثقة كبيرة انه عايز عايز يكسب. وخبالك حتى بعد الجل ما جيه بس دقيقتين تلاتة كان فيه لغبطة شوية لكن بعد كده عدل المسار والشروط التاني بصراحة قدى مباراة كبيرة ونادي الزمالك استحق بصراحة المكسب على الأداء وعلى الشخصية كمان اللي ظهرها جوه جوه المباراة. بصراحة دي أنا بحيهم عليها جدا. اعداده النفس كان المباراة كان هايل جدا. تركيزهم كان هايل جدا. أداءهم جوه المباراة كان هايل جدا. هيظل برضو نادي الزمالك عنده شوية دي فهات مهمة محتاج سردباك ضروري. المكسب برضو مهمة جدا يا كريم تعالج وانت بتكسر. ما تعالجش وانت بتخسر. اسمع اللي بقول لك علي ما تبقاش السكينة سرقاك ومع المكسب احنا كويسين احنا بنكسب احنا مش عارف احنا مش نايسنا حاجة. لأ نادي الزمالك محتاج لسه. لسه. اه وانا وكسبنا الاهلي فاحنا خلاص وكسبنا السوبر فاحنا خلاص عملنا كل حاجة. الزمالك محتاج سردباك مهمة جدا. جوا التيم. محتاج حد فوق اشوال. مهمة جدا ورزيزه. مقدر يكمل دور ورزيزه. مهمة جدا يبقى نادي الزمالك برضو محافظة على الشخصية دي ودي دي يبني عليها للمرحلة الجاية. دي وجهة نظري في المكسب الزمالك. ان هو كان عنده شخصية مختلفة. ان هو كان فعل اول مرة من سنين طويلة لعب الاهلي. طول الوقت هو فعل. طول الوقت عنده الرغبة في المكسب. خبرات لعبته حسمت بصراحة وقفته في الملعب. وحسمت شكله وحسمت الأداء. وجمز طوعا مع الجرأة بتاعت جمز شوية. فقدر انه يحسم المباراة. انا قبل المباراة سألت قلت 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 خمسين خمسين. وقلت خبرات الزمالك مهمة جدا. ويقدروا اللعبة يلموا بعض في وقت قصير ويقدروا يعملوا حاجة كبيرة. تعالي بقى للنادي الاهلي. النادي الاهلي. انا مش اكلم على قبل الجيم اللي حصل والاحتفال والكلام ده كله. مش ده النادي الاهلي. النادي الاهلي عادي جدا. عادي جدا. يقل بطوله وتاني يوم يقل بطوله. ما عندوش مشكلة خالص. سورو. فما تبقاش دي الشماعة. بيعتقلieran بيعتفل بالدوري فهو؟ لا. لا لا ما تبقاش دي الشماعة. يقول يا جماعة اسنين النادي الاهلي احتفل بالدوري. وخرج برا تركيزه وبالغ قوي في الاحتفال. ومش عرف ايه. وراحوا عند مين. وعاملوا مين. الكلام ده مش النادي الاهلي. مش دي شخصية النادي الاهلي. النادي شوية بتاعت كولر. كولر خلينا نقول بس مدرب كبير او مدرب كبير. وعنده ادواته وعنده ادواته. بس النقطة في حاجة مهمة جدا. ان انا وصلت التيم بتاعي لنمطية ووصلته لشغل نمطية عادي جدا مفوش اي تطور. الفرقة ما بتتطورش على المستوى الفني. بمعنى ايه بمعنى ان النهاردة لو حسين الشيحات مش فحالته وبرسيده مش فحالته. وسامة ابو علي مش فحالته انا عندي مشاكل كبيرة جدا. مش عارف اجيب جول. خلص امام مش فحالته ببعندي مشاكل كبيرة جدا. الصف الثاني في تقنيمي للورا الصف الاول انا شاف ان في اجاب شوية. انا شاف ان في جاب شوية ما بين الصف الاولاني وكواليتي بتاع الصف التاني. وبعدين انت من بدر قوي انت رقمت لعيبتك يعني بقى حسين من رقم واحد ووراء ريدا سليم بقى بيرس دهو رقم واحد ووراء طهر بقى إمام رقم واحد ووراء أفشا بقى أوسام رقم واحد ووراء انت رقمتهم من بدر قوي من بدر قوي بعدين انت وانت ماشي انه هنا السنة لفاتفت الكلام ده لكن السنة دي كان محتاج دوافع مختلفة جواتيم كنت محتاج دوافع مختلفة على الأقل في الموتشين بتوع أفريقيا كنت تقدر تعمل روتيشن وتقدر توصل لشكل مختلف تقدر بقى فيه تنافس جواتيم بشكل مختلف خلاص لان انت محتاج اللاعبة دي رقم تلاتة ودين نقطة مهمة جدا ان انت النهاردة معايير تقييمك برضو في اللعبة اللي مشت مش حسن حالة يعني عبدالقادر بيمشيش ويتنظر انا الشخصية اللعب اللي عنده حل فاردي واللعب اللي قدر يشتغل واللعب اللي قدر يشتغل واللعب اللي قدر واحد دد واحد دي قدر عمل لك الفرد بيمشيش بعدين انت صدرت نفسك مشكلة كبيرة جدا برضو في ان انت تجيب سردباكين اجانب طب انا السؤال هنا وانت بجيب لعب اجنابي الاولة كريم انت بجيب لعب اجنابي عشان ايه عشان يبارقم واحد ويلعب ولا بجيبه عشان تعادو واخبالك فجيبه عشان يلعب طب انا جبت اتنين انا بوصل رسالة للناس الموجودة ايه واخبالك في رامي في عز في رامي ماشي في البيك بتاعه وماشي كواس جدا وفي ياسر برضو باشي بصورة جيدة جدا فانت نرده بجيب اتنين اجانب كان كفاية واس واحد اجنبي واحد مصري يقدر نتنافس مع احنا التلاتة مع الاجنبي اللي موجود الا لو ثبت عكس الكلام ده كله ان هو ما استهلش يلبس تشيرة النادي لها فانت نرده شوية رسائل كده بسيطة ويوسف ايمن فاتنين يعتبروا اتنين اجانب صح يوسف ايمن مصري لا انا بتكلم في ايه انا جيبهم من بره كمحترفين فانا مش جيبهم من يعني سبك من انوgar جنسيته اه مش من الفرقة يعني لأ انا بتكلم في ايه مش مصري فان ما احنا نقدر نتنافس ونقدر نشتغل انا جايبه اللي هو الاتنين اللي هو جايبهم من بره і جايبوا واحد من قطر واحد من الدور المغربي chi فانت نرده جايبوا ليه لكن لو لعيب مصري ايه دريقه في التنافس بعدين جايب يوسف إعار خلاص وجايب أشرف دولي مغربي مغرب فأنت كده كده الوقت مش في صالحك إن أنت تقعد حد فيه فأنت اضطر تلعب لتنين طبعا الرسالة اللي وصلت للدفنس أخبارها إيه بعدين يبع عندك ثلاثة يعني عندك ثلاثة أول مرة لعبوا مع بعض في دفنس النادي الأهلي في المرحلة اللي جاية هتبقى مشكلة كبيرة يحيى ويوسف لو لعب وأشرف فبقى عندك ثلاثة فأربع مدافعين يعني محتاجين وقت جدير جدا فصدرت لنفسك شوية مشاكل ما لهاش أي لازمة وقبالك كان كفاية بس واحد أنا وجهت نظر هنا تعوض خروج عبد المنعم بواحد بس واحد مصري تاني معهم يكمل الدنيا بس أولي لكن ماتبقاش أولي اللتي وعنده ياسر إبراهيم وعنده رومي ربيعة لو جبت واحد بس هيبقى أشرف لا أنا بتكلم واحد مصري وأشرف داري وأشرف داري آآ فهمت يبقى معك ربع أخر ما صدرت لنفس الإعارة دي أنا صدرت لنفس المشكلة إن أنا مضغوط إن أنا لعبه على حساب مين طيب على حساب مين في اتنين ماشين كويس اتنين مش ماشين بصورة سيئة جدا دي نقطة مهمة جدا زاد إن النادي الأهلي أنا لسه بقولك النمطية في الأداء بس وخبالك إن أنت النهاردة التنافس ما بقاش بقى فيه جاب بين رقم واحد ورقم اثنين رقم واحد متطامن قوي إن هو هيلعب دايماً طول الوقت كان دايماً طول الوقت ميزة أهلي جوزي كان دايماً طول الوقت إن دايماً الناس عمالها بتغل وليس عم نفسها لأنه هيقع عمكانه مش هلاقيه تاني وكله خايف وكله الآن عايز ألك على أمام عشور هل في مبالغات في انتقاده ولا الانتقادات طبيعية ومنطقية لا انتقادات طبيعية طبعاً ماله أمام عشور أنا مش معاكل يوم في التمرين ومش عارف في حياته بره عاملة إيه لكن أنا مش شايف مش ده أمام بتاع بداية السنة اللي فات مع النادي الآلي إمام عنده أكثر من كده مئة مرة إمام لعب كبير لعب محترم أنا ممكن تكون الأرصة بتاعت المتقى بمصر دي إنه مراحش ممكن تفوقه شوية ممكن الأداء بتاع السوبر ممكن راجع حساباته شوية هارجع تاني أقول لك برضو مهم جداً يا كريم إنه فيه تنافس حتى مع أحسن لعب عندك جوة تيم ما يحسش نوم الطمين ما يحس نوم دايماً طول الوقت أساسي ما يحس نوم دايماً طول الوقت رقم واحد على الأقل حتى لازم طول الوقت يحس إن فيه حد وراءه بيدبدب وراء لأنه دي بتخلق نوع من أنواع التنافس الجميل جوة تيم وتخلي تيم دايماً في حالة فوران دايماً طول الوقت وتخلي تيم دايماً في حالة أداء جيد لكن أنا هارجع برضو تاني يا كريم لنقطة مهمة جداً انتقاد اللعيب اللعيب مهمة جداً زي ما الناس بتشيلك فوق رأسها وبتقول عليه كلام إيجابي طول الوقت محتاج أنت تركح حسابتك بصورة كويسة لأن الناس دي كلها مش هتتكلم تبقى غلطانة وأنت الوحيد اللي صح يعني أنا لما اللعيب دايماً حد بينتقده أكيد عندك مشاكل كبيرة جداً وأكيد أن أنت عندك حاجات مش أحسن حاجة فأنت محتاجين منك لاشاً أيوة بيحبوك وخايفين عليك وشايفينك أن أنت نجم كبير وحطين عليك أمال كبيرة جداً فأرزم تبقى ده خصوصاً مع جمالية وشعبية النادي الأهلي العظيمة يعني دايماً بتنور دايماً بتشرف ودايماً القاعدة معك ما بقاش عايزة هتخلص والله مفيدة جداً يا كابتن دايماً أنا بشكرك حقيقي شكراً جزيلاً ودايماً خطوتك عزيزة جداً حبيبي حبيبي يا ربي خلي يا كابتن دايماً أشوفك على خير أنا بالنسبة لي الحلقة خلست رقم 10 النهاردة هشوفكم إن شاء الله على ألف الخير وهسيبكم مع زميلنا أحمد المصري ولقاء مع كابتن محمد فاروق لعب النادي الأهلي والبيرامد زوان مودرن سبورت السابق كلام كتير وكواليس حلوة اسمعوا لأول مرة خليكم دايماً معايا وبكرة هشوفكم على ألف خير نروح لفاصل ونروح لمصري مع كابتن محمد فاروق اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ونادي مودرن سبورت هو النجم محمد فاروق نجم نادي مودرن سبورت محمد برحب بيك حشتيني من زمن ما تقابلناش حبيبي حبيبي بشكر حضرك على المقدمة الجميلة دي دايماً بابا مبسوط وأنا طالع معاك محمد طب مننا عليك كده يمكن بداية قوية مع المقاولين العرب روح تلقى للكل كان متوقع التقلق والنجومية تجربة بيراميدز يمكن مودرن سبورت شوية أو فيوتشر في البداية شوية محمد بيطألق شوية محمد بيبعد يعني كلمنا كده بقى عن المراحل المهمة في حياتك في الفترة الأخيرة نبدأ بالمولين طبعاً أنت عارفنا أنا طبعاً يعني الحب كبير طبعاً كانت نادي المولين العرب ووضع لي صاحب فضل كبير علي طبعاً زي ما أنت عارف أنا بدأت في المولين كويس جداً الحمد لله وقدرت أن أنا من خلال نادي المولين أنا أطلع أروح للنادي الأهلي تجربة النادي الأهلي ما كنتش أحسن حاجة أعدت فترة قصيرة جداً وبعد كده مشيت الحمد لله يعني دايماً اللعبه الكورة دايماً بيبقى فيه ضربات كتير في حياته بس هو الكويس والأفضل اللي هو عنده استمرارية أن أنت تقدر تقوم تاني من وتعافر بلوضة الجورة وده اللي أنا عملته الحمد لله وبعد ما مشيت من نادي الأهلي أنا جالي لنادي الأهلي مرتين بعدها أو تلاتة وجالي الزمالك مرتين وأنا في المولين كل ده وأخيراً قبل ما مشي من بيراميدز كان جالي برضو الأهلي تاني بس طبعاً المفاوضات ما كان ما تمتش مع بيت سموسيمين يا أخير مرة كانت صفقة تبدلية ما بيني أنا وما بين أحمد شيخ وكده بس ما تمتش حتى أنا طلعت في التلفزيون وكده وصرحت أن أنا كنت حابب أن الموضوع يتم لأنني كان عندي رغبة أن أرجعتاني النادي الأهلي بس الحمد لله في الأول في الأخير برضو بيبقى نصيب بعد كده طبعاً تجربة بيراميدز أنا من أحسن التجارب بالنسبة لي قعدت هناك من ثلاث سنين أفضل ثلاث سنين في حياتي في الكرة بالنسبة لأنا كانت من يعني أميز تجربة لي بس بعد كده بقى مودرن فيوتشر أو مودرن سبورت بالإسم الجديد يعني أنا بالنسبة لأنا ما كنتش أحسن حاجة وما كنتش مرتاح في التلاث سنين اللي أنا عرضتهم وكنت بسعى من أول يوم إن أنا أمشي الغريبة دي يعني آه لا لا أنا كنت من أول يوم أنا كنت عايزة أمشي ما كنتش مستريح فعشان كده ما قدتش بأحسن حاجة ليه؟ يعني فرقة بدقة كبيرة والله أنا أنا بالنسبة لأنا ولطريقة الانتقال أنت كنت نجمي في بيراميدز فجأة صحينا الصبح محمد فروق وطريق الطاقة آه فيوتشر أنا بالنسبة لأنا أصلاً قبل ما أمشي من بيراميدز أنا كنت مجدد خمس سنين يعني السنة اللي أنا مشهد فيها أصلاً كنت مجدد والنادي قاعد معايا وجددت خمس سنين اللي حصل إن أنا حسيت إن أنا في النادي هناك في بيراميدز إن أنا يعني حصل بعض الأحداث حسيت إن أنا شخص صغير مرغوب فيها في بيراميدز آه خدت قرار بعد إن أنا مجددت إن أنا همشي ففي حد يكلمني في فيوتشر حد ده كان يعني كان حد أنا بسك فيه جداً وكده وقال إن النادي هيبقى بيراميدز تاني بس لأسف ده ما كانش صح المقاولين دايماً ولاد وفترة ظهورك كان محمد صلاح النني كان برضو كان علي فتح في الوقت ده جاي إيه له محمد رزق بس مع علي ويمكن أنت من الناس اللي اللي يمكن قبل ما توقع علي كان خلاص كان فيه تجربة في السويسرا والناس ألت فاروق هيبقى محمد صلاح جديد والتغيرة أو النقل إن أنت من هتكون في أوروبا وتكمل في مصر وتعيش الأوقات اللي عشتها بالحلوة اللي فيها والمر اللي أنت عشت في الكورة النقل دي كانت صعبة عليك أو أو فرقت معاك في مسيرتك بصه زي ما قلت لك في الأول في الآخر موضوع أن أنت تروح مكان أو ما تروحش ده بيبقى في الأول في الآخر رزق ونصيب من عند ربنا وبيبقى توفيق من عند ربنا أنا بالنسبة لنا كنت كان لها حسابات مختلفة قبل برضو ما أدخل في الحديث عن التجربة دي طبعا نادي المولين طبعا نادي ولاد طبعا بيقدم نجوم كتير وبتاع أبرزهم طبعا كان صلاح ونني وفي ناس تانية لا يعني نادي بصراحة دايما دايما بالضبط أنا حزين أن هو نزل لدرجة تانية طبعا أتمنى طبعا هم يوفقوا السنة دي وإن شاء الله يطلعوا تاني للمكانة الطبيعية بتاعت النادي بالنسبة لأي أنا لأ أنا يعني التجربة بتاعتي أنا كنت لما جالي العرض من بازل هي ما كانش عرضة قد ما هو كان فيه علاقة كويسة ما بين المهندس شريف حبيب لو تتذكر حضركم يعني أنت كنت موجود أصلا مصري هنزل بالصور فبالضبط كان يعني ليه تجربة ليه علاقات كويسة هناك بالناس فهم أكلموا عليها وكده وبدأ أنه يعني يكلمني خلال السنة دي أنا جالي عرض طبعا من النادي الأهلي أنا كان بالنسبة لأنا كان الفكرة بتاعي طبعا لما أروح من النادي الأهلي من خلال النادي الأهلي ممكن أن أنا أحترف طبعا طبعا الخطوات قصرة على الاحتراف بالضبط لأن طبعا مجرد أنت دخولك النادي الأهلي ده بيزودك كتير جدا بزود من قيمتك تسوقية من كل حاجة في نفس الوقت بتبقى فرصة كبيرة جدا أنت تنضم المتخب مصر ومن خلال طبعا المتخب هتبقى بوابك وايسة أنت تحترف في مكان أحسن فده كان وجهة نظر يعني كان وقتها فضلت الأهلي على أوروبا في الوقت ده الأسباب أن أنت عايز تروح أوروبا من خلال الأهلي وانتنج عشان الناس برضو تفهمش هستوى الناس بتقول لك يا عم من اللي بيفضل أوروبا على الأهلي أو الزمالك على الأوروبا لا يمكن احنا شايفين دلوقتي لا طبعا لعيبة بتجي من الدوراته الأوروباية الكبيرة للأهلي والزمالك في الفترة الأخيرة دي أكيد طبعا الشرف كبير لا أحد أنه يلعب طبعا لنادي الأهلي حتى لو قاعد يوم أو نادي الزمالك كمان لأنه أعتبر هم قد بين الكورة المصرية وأحسن ناديهم في أفريقيا فلا طبعا أي حد يتمنى أنه طبعا نلعب في النادي الأهلي أو نادي الزمالك لأنه ده بيزود من أمته طبعا زي ما قلتلك بس فدي كانت وجهة نظري دي كان ساعة أنا كان دي طريق تفكيري بس محمد السؤال ده أنا عارف أن أنت تسألته من يوم ما مشيت من الأهلي محمد فروق تظلم في الأهلي لكن هل كان فيه أشخاص مش عايزة محمد فروق يكمل في الأهلي بصراحة في النادي الأهلي بصرا أنا وقتها طبعا يعني أنا كانت العقلية بتاعتي كانت مختلفة زي دلوقتي يعني أنا دلوقتي طبعا للواحد الحمد لله يمكن نضج وطبعا لو أنا عقليتي دلوقتي سي عقليتي وأنا كنت في النادي الأهلي أنا أدخل النادي الأهلي وأنا عندي 22 سنة فلا كانت الدنيا اختلفت تماما أنا طلعت اتكلمت في الموضوع ده قلت يمكن موضوعه يعني وفاة والدي كان مؤثر فيه كتير وطبعا هو كان صاحب قرار في حياتي فكنت دايما بس أشيري في كل حاجة أكيد هو لو كان موجود كانت الدنيا اختلفت تماما ساعتا أنا خدت قرارات اللي هو يعني اتصرعت فيها موضوع أن أنا طلبت أن أنا مشي من النادي الأهلي كان طبعا قرار مش أحسن حاجة قرار جنوني شوية بس ظبط حتى الناس هنا كانت مستغربة جدا بس فلا بس يعني أنا كان في دماغي أن أنا هرجع تاني النادي الأهلي هيجي لعرض تاني من النادي الأهلي وده جي بس للأسر طبعا ما اكملش ما اكملش نظرا للمفاوضات وكده من اللي كان جوه الأهلي اللي ما كانش مرياحك ومش عايزك تظهر بالشكل إن عندنا لعيب جامل مقاولين ممكن يبقى نجمي من نجوم النادي الأهلي بالفعل كان في أشخاص في الجهاز أو من اللاعبين كان يسيرها سلب عليك شوية أنا لما روحت كان الجهاز كان جريده كابتن هو الجمعة وكان كابتن أحمد أيوب وكان في حد أبيله كان الكابتن هو الجمعة كان كابتن علاء interests لا لا كان الكابتن عليها عبصادق علاء العبصادق كان كابتن عليها العبصادق كان موجود وانا بصراحة مشوفتش حاجة وحشة من الناس دي كلها بسيسناك جريده طبعا يعني كان خلافي دايما مع جريده ليه؟ انا معرفش هو مش حبك هو كان عنده يعني عنده شخصيته فيها شيء مش طبعا مش انا بس اللي بقول كده عشان بس انا ما حدش فتكر ان انا مثلا بتجنى عليه عندي مشكلة معاه خالص لا يمكن هو بيكلمني وانا بكلمه عادة دلوقتي بس هو كان عنده دايما بوصص ان هو عنده نظرية المؤامرة لو في اي حد بي واثنين وقفين مع بعض بيتكلموا علي انا فاقد ان هو بيتكلم عليه في الاول انا بدأت معاك واس جدا يمكن لعبت لعبت سوبر و اه كونفدرالية كان سيوا سبورد سيوا سبورد وبعدين سوبر مع الزمالك كسبت اه اه وبدأت كواس جدا فجأة ليت نفسي يعني ماتش كان بدأت الدوري وطلعني برا لسخور خالص حتى اللعبة ساعتا اتفاجئت قال لي في حاجة انت عملتها ارتروم لا ما فيش اه حاجة طب انتو بتغذروا اكيد في حاجة غلط فبدأت بقل ايه الموضوع يبقى فيه مشاكل بدأت واحدة واحدة ان انا اتمرن اكتر اقاسبت نفسي اكتر حاسيت ان انا هو دخلنا في في نفق موظلم بقى فيش فايدة اه بالزبط اللي هو ما فيش فايدة حاولت ان انا اتكلم طبعا مع كابتن عليها وهو فادي اللي يقول لي اصبر وكمل زي ما انت ماشي وان شاء الله بإذن الله تجيلك الفرصة تاني ساعتها بقى زي انا بقول لك كده انا التفكير وقتها ساعتها ما كانش احسن حاجة لا اعزمش خدت القرار ده وكان قرار طبعا انا بعتقد ان هو قرار رسوبيوني ما كانش قرار في حكمة اه يعني يكفي ان انا اقدر ان انا لكن بالنسبة للعيبة بالنسبة الجهاز الجهاز الناس هناك ما كانش في اي حاجة استسناء التركات العادية مع الموديل الفني اي لعب ما بلحقش ليه اي بالزبط اي كانت مشكلتي كلها وعصب شوية في المعاملة معه رقم اتنين وعشرين قاله ان هو من اسباب ان الجمهير حطت فرقه في مقارنات وبطريكة بص ده اي كلام ده اي هاكس انا انا بالنسبة لان انا انا اتفاجئتي بالمؤتمر ان انا هتلبس اتنين وعشرين ولا كنت اختاره لا لا انا مخترتش انا واحب رقم سبعة فكان حسين ساعتها معي حسين السايد فهو اخد سبعة كابتن علاء جالي اه حتى كان برضو من دمن الصفقات اللي كانت لسه جاية كابتن حسين غالي فكابتن علاء جالي وقال لي فاروق انت هتلبس اتنين وعشرين في المؤتمر انت هتلبس اتنين وعشرين في المؤتمر اه فالطوله ازاي بس كابتن انا انا بالنسبة لان اتنين وعشرين دي يعني انا مش مش بحب الرقم اتنين وعشرين ندمان انك ما نجحتش مع الاهلي او ما اه محققتش حلمك فوتوجروبتك مع الاهلي بص هو مش ندم ان انا اه اه اصرت اه هقولك ليه لان انا الندم ساعدني انا ممكن اقولك انا دلوقتي هقولك ندمان لو انا فعلا ان الاهلي مجاليش مرة واثنين يعني انا كان جايلي عرض من النادي الاهلي مرة واثنين فاهمني فده انا اقول اه لا انا مشيت وما قدرتش ان انا ابقى حد كويس وان يمما يرجعوا وطلبوني تاني فلا اممكن اقول ان انا ندمان انا ممكن اقول اه بدل لفظ ندمان اتصرعت مش ندم لحد دلوقتي الاهلي جواك اهلاوي ازاي ما بيقولوا يعني انا طبعا اهلاوي طلعت قلتها وبقولها في كل مكان انا راجل اهلاوي فرافقت الزمالك عشان اهلاوي ولا عشان حاجات تانية لا اهم اختلفوا في الايمان بس كان ممكن اتلعى في الزمالك وانا ساعتها يعني جالي العرض ووافقت ورحت اقعدت مع الناس هناك وهم اختلفوا ماديا يعني كان نادي الماورين كان طالب ساعتها وقتها كان اتناشر مليون والزمالك عايز يدفع ثمانية فالاختلاف كان في بعدها بقى جالي بصراحة زعلت او فرحت الموضوع الزمالك باص او ما تمش مش حكاية لا زعلت بالعكس انا زي ما قلتلك يعني بصرف النظر على الانتماعيات يمكن انا دلوقتي مثلا في اي مكان انا لعبتي في بيرامدز كنت بالعب وراجل معاهم لان النادي ده هو اللي بص يعني هو اللي داخلي اتلعيشك بالضبط فالما كنت بالعب النادي الاهلي كانت الناس ممكن تزعل ان انا بابقى راجل في الملعب سيريس شوية بابقى مثلا جد في كل حاجة فالناس بتبقى ازعلانة في الول في الاخر هم برضو يعني حبيلنا ديهم بس انا في الول في الاخر انا بشتغل عشان ده اكل عيشي فاكيد لو كنت رحت برضو نادي الزمالك انتمائي حاجة واكل عيش حاجة تانية مش هات تتفكر كده في مواجهة جمهوري الاهلي لو موضوع الزمالك استمر او لعبتي في الزمالك ولا ما كنتش بتفكر في النقطة مش مجاتش ببالي بس يعني كنت داما باخد الحاجة يعني زي ما بقوله خطوة بخطوة يعني خطوة ورا خطوة اللي هو يعني انا كنت مستني ان ان الناديين يعني تفقوا على الكيمة المادية وبعد كده اما انتقل ابقى افكر بقى في الحاجات دي واحدة واحدة لكن وقتها ما كنتش لما لقى اللي فكر تضمك في فترة بيتسو موسيماني وحيأت نفسك ان انت تقدر ترجع اللي فكرت فيه لو كان مشروع الاهلي تم اللي كنت هتغيره عن المرحلة الاولى في وجودك في النادي الاهلي انا بطبع ما بحبش اقعد بديل لحد مش غرور ولا تكبر ولا حاجة الحمد لله ممكن كل الاندال انا لعبت فيها كنت ايجابي جدا وكنت فعال والحمد لله ماليش اي مشاكل مع اي نادي خالص ان انت عارف حاجة زي كده انت هادي و... اه الحمد لله انا لا شغلي وبس من اللعبة الهادية فعلا بجد اه لكن انا انا بالنسبة لي بحب ان انا اشوف شغلي كواس جدا احب ان انا ابقى رقم واحد في اي مكان واركس بس فكان في دماغي انا ارجع في النادي الاهلي وارجع النادي الاهلي وبقى رقم واحد في مكاني زي عيلت ان المشروع ما تمش ان انت ترجع الاهلي تاني هو سبب انقلاب علي بعض الناس في بيرامدز ان انا طلعت يعني كنت قلت لهم ان انا نفسها لاجع عليها كان مكالمة هاتفية وكده ومع بعض البرومنج وطلعت قلت ان احابي ان الموضوع يتمه اتمنى طبعا ان انا رجع تاني النادي الاهلي عشت ازاي مرحلة بيرامدز في ظل الاسماء والنجوم اللي كانوا بيجوا يروحوا ويمكنك جميل في المرحلة ده محمد انت كنت دايما محافظ على مكانك في القوام الاساسي الفريق بيرامدز في الفترة دي طبعا كان في اسام كبيرة جدا في بيرامدز وكان طبعا زي ما انت عارف الامكانيات هناك رهيبة كانت الدنيا المساحة كبيرة جدا للأدارة انها تجيب اغلى اللعيبة باي قيمة ما عندهمش اي مشكلة خالص بدليل ان انت شفت كينو كان عندنا طبعا اسماء كبيرة وخربين وغيرهم من اللعيبة كانت جامدة انا زي ما قلتلك انا دايما بشوف شغلي دايما شايف ان انا احسن حد في مكاني مش تقليلا من اي حد زي مايلي كلهم اللي انا لعبت معهم او اللي انا ملعبتش معهم كلهم ناس محترمة كلهم ليهم اسامي بس انا دايما بشوف نفسي ان انا احسن حد في المكان بتاعي فعشان كده كنت محافظ الفترة اللي فاتت دي كلها على المكان بتاعي وان انا دايما على طول بابا متواجد بصفة اساسية ومستمر في الفريق اللي انا بلع فيه اين كان بالاسم حتى في وجود عبدالله وقفشة وكان في اسماء لعيبة اجانب كتير في مكانك كنت تقدر ان انت تتحدى نفسك كنت شاف ان لا انا احسن من اللي موجودين حتى مهما كانت الاسماء هو عبدالله وقفشة بالنسبة لنا بلاي ميكر يعني انا دايما جناح يعني انا كان دايما انا اللي كنت بالعب انا وكينو كينو ناحية الشمال وانا ناحية اليمين فكنت دايما انا على طول متواجد اه طبعا لا بالعكس كانت بتبقى منافسة شريفة ما بين اللعبة كلها الافضل والاحسن انت كده كده بيعد عليك مدربين كتير جدا مختلفين الثقافات مختلفة اللغة مختلفة فان كل الناس تتفق عليك فانت اكيد بقى انت كده لعب مميز اكيد انت لعب شايف شغلك اكيد لعب مش شغلك شغلك الشغل هو شغلك وبس مفيش ايه حاجة تانية انا بس تصحيح ان هي فكرة عبدالله وقفشة وكينو ان انت تقدر تثبت نفسك وسط الاسماء دي كلها النجوم يعني اكيد الموديل الفني مختار عشرة مع حارس المارمة كنا بنشوف توظيف حتى البعض اللعبين كنا بنشوف قفشة بيلعب ستة بيلعب ثمانية بيلعب عشرة عبدالله السعيد احيان كان بيلعب مع الاسماء دي كلها ما كنتش خايف ان انت موجود في الاسماء دي كلها لأ بعافر وبقدر يلعب ما فيش خوف خالص ما بتخافش انت صامت مش عجاج كده بس يعني طبعا عسامة كبيرة كلها وناس محترمة بس انا دايما زي ما بقولك الحمد لله كل الناس دي انا ببقى شايف ان هما ناس كويسة بس ما فيش حد يعني في المكان بتاعي احسن مني الناس دي بالعكس الناس دي كانت بتساعدني في الملعب الناس دي كانت بتديني قوة اكتر ان انا شوف ناس بقيمة كبيرة بتشتغل على نفسها وانه هي بتحاول انها تكسب الفرقة فانا كان بخلق جواه حوافز ان انا انا كمان عايز ان انا اكسب الفرقة وعايز ان انا ابقى رقم واحد في الفريق وده اللي انا عملت ان الحمد لله في خلال التلات سنين انا عملت في بيرامدز عشت المرحلة الاصعب من العلاقات ما بين الاهل و بيرامدز او جمهير الاهل ولعبة بيرامدز اتعرضت المواقف مع الجمهير اصنع وجودك في بيرامدز في الفترة الصعبة اللي كان فيها شد و جذب دي كان فيه موتش كان يعني بيرامدز كسب اثنين واحد كنا خسرين واحد سفر فانا جبت الجون وبعد ما الجون كده في لقيت نفسي بتشتم جامد قبلها من قبلها كمان كنت بتشتم طبعا انا بالنسبة لي دي استحال اكون جمهير النادي الاهل جمهير النادي الاهل بتبقى جمهير واعية وناس محترمة ما افتكرش انها ممكن انها تشتم لعبة بابوه او بمامته محمد لو في الفترة دي وانت بعيد عن الاهل والبيرامدز لو جالك فرصة انك تلعب في الاهل او بيرامدز من غير تردد وتختار مين في الفترة دي حالية اه مفيش يعني خلينا اقول ان انا عشت هناك في بيرامدز من احسن فترات حياتي في الكورة والناس هناك كادارة يعني ادارة بفكر اوروبي اه بس لا نادي الاهل نادي الاهل السوشال ميديا بتأثر على اللعيب بتأثر على العلاقة ما بين اللعيبة وتأثر على العلاقة ما بين الاندية مصري كل حاجة دلوقتي في الكورة بقت السوشال ميديا الناس في السوشال ميديا بتطلع تتكلم على ناس بتتكلم عليهم بطريقة إيجابية فكل الناس خلاص الحاملة دلوقتي موجهة ان سين او صد ان ده خلاص الراجل ده كويس جدا مهما كان بقى هو وحش في الملعب مش وحش على عكس مسلا ناس تانية مسلا تبقى ماشية كويس وما بتاخدش حقها تبعت مبارات السوبر الأخيرة ها زي مالك استحق الفوز بالبطولة او بالسوبر بص اي امكان بقى استحقق او مستحقش هو خلاص النادي نادي كسب نقول له الف مبروك موضوع ان هو استحقق او مستحقش دي خلاص نتيجة في الولف الاخر بنشوف مانشات كتير يبقى فيه فريق اسنوه استحقق ان هو يكسب وما بيكسبش والعكس السهر والفيديوهات والسوشال ميديا شايف انها بقت شبح بيهدد عدد كبير من اللعيبة وبأثر على مستواهم خاصة في الظل اي انفتاح اللي شايفينه فالفترة الاخرية دي بس والله كل واحد يعني كل اللعب هو مكيص نفسه انا شاف ان فيه كل واحد ج difficile تمومتر كده هو يقدر ان هو يهز نفسه هو عارف ويعمل ايه كويس هو عارف ان ان ايه اللي بيخليني هو يبقى فايق في الملعب ايه اللي بيخليني هو مش فايق في الملعاب انا مدرش ان ايه احكم على حد او على حياة حد مدرشٰ قولي اللي فلان بيظهر او مدارش ما أقدرش أن أنا بس في الطبيعة الصهر مدر اللعيب الكورة أكيد طبعا صهر مدر أن أنت ما تهتمش بالنوم بالنوم والأكل طبعا حياتك لازم أنت تبقى دايما يعني زي ما بيقوله كده أن أنت تبقى حياتك كلها الكورة الفترة دي هي فترة في الأول في الأخير ما هي من كبرت أو ما هي من أسرت هي أنا بالنسبة لي حاجة بسيطة لو ما جد في الأهل في الفترة الأخيرة دي في وجود مستر كولر والشكل اللي شايفينه والبطولات ما شاء الله أفريقيا وهيلعبوا كالسعالم وإنتركنتننتل وكدت تكون أساسي في تشكيل الأهل أنا زي ما قلت لك أنا دايما بيبقى في مكاني بيبقى ورقى موحد أحسن من أحد أنا الحمد لله مش تقليلا من الناس اللي موجودة ولا تقليلا من أحد الناس كلها ناس لعيبة كلها محترمة بيحترمهم جدا وبقدرهم هم صحابي بس يعني أنا الحمد لله في أي مكان بيبقى متواجد فيه بيبقى بحاول أن أشتغل على نفسي بحاول أن أفرض نفسي من خلال شغلي مش من خلال الكلام أنا سهل جدا أن أنا أفضل أتكلم وأقول أن أنا أحسن حد لا ده مصح الصح أن أنت تشتغل والناس هي اللي تقول عليك أن أنت أحسن حد في المكان بتاعك إزاي هيقوله كده من خلال الاختيارات المدرب أو المدير الفني أنه تبقى أنت متواجد بصفة يعني مستمرة وأساسية وإيجابي وفعال كمان في الملعب كلامك معناه أن أنت حاليا أفضل من الأجنحة اللي موجودة في النادي الأهلي محمد فاروق لا بالعكس الناس كلها ناس لعبها محترمة لعبها كوسة جدا بس أنا لو موجود هتلعب أساسي هتلعب أساسي يعني أنت تبقى رقم واحد أنا بالنسبة لي أنا أنا بقول لهم أنا شغلي الشغل أن أنا أبقى رقم واحد أفرض نفسي من خلال شغلي مش من خلال الكلام ومش خلال أن أنا أنتقد حد أو أن أنا أقلل من حد بس ليه دايماً بعيداً على المنتخب رغم أن أنت أعدت فترات كبيرة مميزة يمكن أهمهم فترة بيراميدز ثلاث سنين من أفضل اللي عبها في مصر ما لكش أحظ مع المنتخب زي ما أنت دايماً عارف أو الغالف الدوري أو في مصر عموماً أن دايماً المتشوط في المنتخب كلها بتبقى 90% أو 95% أهل وزمالك ما فيش حدي داني خليناً أنا برضو ما نيجي نحكم على حد نحكم عليه من خلال النتائج أنا شايف أن المتشوط كلها لعبها كابتن حسام وكسبها في الآن في الآخر هو صاحب الكرار وفي الآن في الآخر هو اللي هتحاسب على كل كبيرة وصغيرة وعلى اختيراته فأين كان بقى الانتقادات دي خلاص أنت إخترت حد فخلاص أنت خدت كرار أن الناس دي هي المجموعة دي اللي هتشتغل المتش دا أو المتشين دول أين كان فخلاص أنت صاحب الكرار وانت صاحب النتائج مشاكل مع بعض النجوم ممكن يكون لها تأثيرة على المنتخب بصفة عامة وآخرها يمكن أزمة أحمد حجازي أنا سمعت عن مشكلة حجازي بس طبعا أنا مش عارف التفاصيل في مقدارش أن أنا حكم إيه اللي حصل بالزبط بس طبعا حجازي لعب كبير ومن أهم اللعبة اللي كانت موجودة على مدار السنين اللي فاتت ودى كتير لمنتخب مصر وطبعا الكابتل حسام طبعا تاريخ كبير واسمه بير أتمنى أن المشكلة ما تاخدش أكبر من حجمها وأن الدنيا تبقى تمام وطبعا نقدر أن احنا نستفاد بحجازي ودنيا تبقى كويس لسه منتخبنا منتخب محمد صلاح أنا شايف أنه طبعا صلاح طبعا لعب كبير وطبعا من أحسن لعب اللي موجودة دلوقتي بس يعني خلينا نتكلم أنه صلاح في الأول في الأخر إحنا كرة جماعية أو أنت بتلعب كرة جماعية في الأول في الأخر لو صلاح كويس من خلال زميله من خلال الناس اللي معاه هي اللي بتخلي الشكل الجماعي أفضل دي وجهة نظري وطبعا فيه لعبة زي ما أنت ذكرت فيه لعبة كويسة جدا في المنتخب وإن شاء الله ربنا يكرم الفترة اللي جاي بعيد عن حبك وتقييمك للأهل أن هو الأفضل من النادي اللي لفت نظرك في كرة القدم أو في الدور المصري في السنوات الأخيرة لفت نظري من ناحية إيه أداء فرقة بتأدي فرقة شكلها حل وفرقة مميزة أكيد بيرامدز لأنه بيرامدز منظومة زي ما قولتلك منظومة كل حاجة متاحة هناك أنت هناك ما بتفكرش في أي مديات ما بتفكرش في أي حاجة أنا شاف أن هناك دينيا بروفيشنال هناك أنت شغال كرة بس فيش آية حاجة تانية شغلك الشغل الكرة بس فلحك أنهم أخذوا الكاسر فده بينعكس أكيد طبعا لأشان نادي اللي عبت فيه بس كنت أتمنى طبعا أنهم يأخذوا بطولة خاصة أنا يعني وصلت معهم لأكثر يعني لأكثر من ماتش كان بطولة فمن كانتش لنا التوفيق ساعتها بس طبعا الحمد لله أنهم أخذوا بطولة ومنهم التوفيق إن شاء الله اللعب الأفضل في مصر من وجهة نظرك الأفضل في في إيه بالزبط؟ في مصر داخل مصر بس أنا أرى أن المستويات متقربة يعني لا أرى أن هناك شخص واو قوي ولا هناك شخص مفيش لا أحترام للناس كلها لا أحترام للناس كلها ولكن أنا أرى أن هناك فارق كبير قوي ما بين اللعبة أنا أرى أن الفرقات كلها قريبة مربعات هو بس الموضوع كله دعم سواء كان نفسي أو دعم مثلا يبقى دايما فيه ناس صبرت ليك زي الجماهير فأنا شايف أن أي حد يبقى كويس أي حد يبقى كويس جدا موضوع أن أنت تلعب في نادي كبير زي نادي لها لو نادي الزمالك هتلاقي صبرت من الجماهير وصبرت من الناس اللي في الدورة وصبرت من اللعيبة فلا خلاص تسهل جدا أنت تبقى نجمس أسهل جدا أنت تبقى أفضل واحد مدرب أثر فيك إيجابي يعني كان ليه تأثر إيجابي على محمد فاروق دي صبر دي صبر كانت أحسن فترة لي مدرب كل ما بتفتكره جريد كل الله يسامحك جريد زلمك جريد وصعب محمد تتمنى إيه في حياتك الفترة الجاية وفي مشوارك اللي إن شاء الله ممتد وترجع من الإصابة كده وتتقالك تاني في حياتك بالنسبة يعني فني بالنسبة للفن يعني إن أنا طبعا أقدم مستويات كويسة وإن أنا لما أجي إن أنا أعتزل أو أبطل كورة أبطل في أحسن فترات لي بالنسبة لي يعني حياتك الخاصة بقى حبيبة وعندك إيه؟ حبيبة طبعا الكبيرة دي حبيبة ومازم وياسين ويونس يونس يونس لا طبعا تتمنى له بيه في حياتك بقى يا بص طبعا إنت إفلاول في الأخرة ده بتتعب وبتعمل ده كل عشي العيلة طبعا بتمنى لهم طبعا هم يبقوا أحسن ناس في الدنيا دي كلها وإن أنا أقدر أن أنا أكون يعني أب كويس ليهم وإن هم يوصلوا الأعلى حاجة في التعليم بس إنهم يبقوا ناس كويسة إن هم أقدروا فيدوا المجتمع وحاجة كويسة إن شاء الله راضي عن مشوارك في القرى لحد دلوقت؟ راضي إلى حد ما بس إن شاء الله أنا في أكتر من كده إن شاء الله الفترة اللي جاية إن شاء الله يبقى خير محمد بشكرك حبيبة مصر دايما اللقاطي معك بتبقى حلوة وحبيب اللي عمين مميزين بالفعل ونجم كبير وبيبقى وشي حلوة عليك هتعرف لا لا طبعا أنا أشكرك جدا وطبعا لازم أن أقول لك تحيات زميلي كريم رمزي وإن شاء الله تحقق كل أحلامك في القرى الفترة الجاية حبيبة مصر شكر جدا ده كان لقاءنا مع واحد من نجوم كرة القدم المصرية في السنوات الأخيرة وعنك من نادي الأهلي وبيرامدز ونادي مودرن سبورت كابتن محمد فروغ كان معانا في تصريحات خاصة في برنامج رقم عاشرة بنشكركم وللقاءات قادمة إن شاء الله مع نجوم كرة القدم المصرية ونجوم دوري نايل فقط على رقم عاشرة انتظرونا دائما وإلى اللقاء شكرا